اخوتي اخواتاتي السلام عليكم انتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي الفضل والتسير والرزق الكثير قصة ديال هاد النهار قصة اليوم غدا دينا النواحي مدينة السطات انا مشيولها بتاريخ 24 شهر 7 عام 2013 فضل نهار كانوا شئ ناس دايزين من حدا وحد المعصرة ديال زيتو ايزا من تماما باش يمشيوا للسوق يتقدون دك شيلة خاصة وحيث هاد المعصرة هادي كان جاية على الطريق اللي كتدي للسوق ديال دك الدوار هاد الناس من اللي كانوا كيتمشيوا كيتفاجئوا بواحد جتة ديال شاب مقتول ومليوح قدام المعصرة حدد دخلات ديال المعصرة هاد الشخص كان متعرض لبزاف ديال طعانات في ظهره واحده في كرشه يعني من خلال الجتة من خلال المعاينة ديالها كان باين باللي الضاحية تكرفص بزاف قبل ما يموت هاد ناس باش قربوا هاد الجتة فاشفوا الوجه ديال الضاحية عارفوهم زيان هاد السيدة كيسكن معاهم في نفس الدوار هاد السيدة هاد السيدة اسميته السعيد كما كيعرفوا الناس كاملة ديال الدوار يعني كما كيلقبوه كيقولوا ولد مبارك من اللي تعرفوا عليه الناس ولا واحد كيسول الاخر شي كيسول شي شوان غادي يكون دار في سعيد هاد الحالة هادي ديال الساعة الناس علموا المقدم اللي حتى هو في البلاصة اعلم دارك المالك وفعلا جون دار مغير توصلوا بهذا البلاغ ديك ساعة توجهوا العين الماكة جاول حضا المعصرة من خلال المعاينة الاولية ديالهم اللي داروا على الجتة تبيل لي هم باللي هاد الشاب التقتل بواحد طريقة باشية يعني هاد اللي قتله كان محيل فعليه قبل ما يديروا حاجة علموا فرقة تشخيص القضائي باش يجيوا يديروا خدمتهم وفعلا ماداش بزاف ديال الوقت حتى كانوا فعيل ما كان جزروا على الناس اللي كانوا مجوقن تمه وبدو كي تفحصوا الجتة من اللي قلبوها تأكدوا باللي الضحية تعرض الخمسة ديال طعانات على مستوى جسم دياله كامل وفيه واحد ضربة كبيرة في رأس دياله خلال المعاينة ديالهم يعني المعاينة ديال هاد فرقة تشخيص القضائي تأكدوا باللي ديك البلاسة في انتلقات الجتة هي نيت مسرح الجريمة يعني السيدة راح تقتل تمه في ديك البلاسة الضحية ماشي تقتل بلاسة اخرى عجل تمه الا هادك هي بلاسة في انتقل فضل لحظات تقنية ديال مسرح الجريمة بدوك يقلبوه في الحواج اللي كان لابس ضحية قلبوه يشوفوا أوراق الهوية دياله يشوفوا واشعير قوشي حاجة اللي تفيدهم في البحث ديالهم ولا ولا ولكن اللي جاهم غريب بزاف هو ان الضحية كان في جيبوه جميع الوتائق الشخصية دياله اللي كتبت الهوية دياله اللي قالوا البزطام بزطام وفيه لا كارت دياله فيه الفلوس يعني هالا كارت ناسيونال هاشي فلوس تمام خشية في البزطام ولكن تيلفون دياله هو اللي ما كيش وهذا الشي اللي خلاهم يستبعدوا باللي الجريمة غدا تكون وقعات بسبب الصريقة انه ما زلت بما طبيعة الحال الى كان الدافع دياله الجريمة هو الصريقة فهذه الحالة غادي تسرق حتى البزطام على الزمال البزطام متقين سهله الزو يجيبه ويزيد يعني ما يمكنش المجريم يكون غابي لهذا الدرجة علاش عيسر غايت تيلفون ببعده وما سرقش البزطام هذا سؤال كان محيير انه في القد تشخيص القضائي داروا واحد تمشيط واسع ديالك المنطقة المحيط ديال مصرح الجريمة ربما يكون الجاني ولا الجونات تخلصوا من اداة الجريمة غايفش بلاسة هنا قريبة من الضحية ولكن للأسف ما لقوا احتشي حاجة لا اطار لا احتشي دالي ليوصلهم للجاني المهم بعد ما فحصوا الجتة ورفعوا لها البصمات هنا بدأوا ياخدوا صور احترازية الجتة والمنطقة اللي تلقات فيها يعني صور من جميع الوضعيات باش يقرروا بصراحة الجريمة من البعض مباشرة تنقلت الجتة المستودع العموات باش يبدأ فيها الطبيب اتشحي خاصهم يشرحوها باش يعرفوا الملابسات ديال هاد الجريمة والاسباب دياله في نفس الوقت يشوفوا طيب الشرعي يشوفوا ويشوفوا ماذا يقول في هذه القادية هذه هنا فين دارك يبدأوا الباحث دياله كانوا اول وحدين يبدأوا معهم الباحث والتحقيق والتحريات هم الناس اللي يلقوا الجتة وعلمون مقدموا هذه امور عطيادية وروتينية يبدأوا الجن دارك يطرحوا عليهم بزاف ديالاسئلة منها معايا شب الضبط لقيتوا الجتة فين كتو غادي كيفاش حتى اكتشفتوها اعلاش انتوما بالضبط دلتو من هالطريقة هذي وما دلتوش من طريقة اخرى اعلاش انتوما دلتو في هاد الوقت هدا بالضبط واش مولف نكاتب شيو فيه ولا تاليه الموهم كانوا يطرحوا عليهم جموعا من الاسئلة وكي ياخدوا البطائق الوطنية ديالهم باش يعاودوا يعمقوا معهم الباحث من بعد اختاروا العناوين ديالهم المعلومات الشخصية ديالهم الدارك باش يعرفوا واش الجاني ولا الجونات من هاد دوار هادا ولا لا واش ساكنين قراب من مصرح الجاري مولا لا شنو داروا قرروا انهم يستعنوا بالكلاب المدربة كلاب البوليسية ربما على الله يشمو شي حاجة اللي تقدر اتقربهم من المجره ولكن وخاهد اجراءات كاملة اللي داروا موصلوهم حتى لشي حاجة احتركوا الكلاب المدربة ما نفعوهم بوالو بقوايا كيدوروات ما يشموهن ينبحوا هنا ينبحوا لها وحلو الدارك الملكي وخاوا دائرة البحث في ذلك الدوار كامل وخاستانوا باعوان السلطة وقلبوا في النواحي ديال ذلك الدوار وعلى كل اسف ما قدروا يوصلوا لحتى شراس الخيط اللي يبدوا منه البحث دياله فالوقيته جدار مياه عايا رجعوا يبحتوا مع جاعة الناس ديال الدوار واحد بواحد استجوبوا صحابه اللي كان كعمر معهم بززاف اللي كي قلس معهم بحثوا احتماء عائلته لدرجة استجوبوا قاع الأشخاص اللي ممكن الواحد يشتبه فيهم قاع الأشخاص اللي فيت عندهم سوابق عدلية في هالدوار ولكن مرة اخرى ما وصلوا لاحتاج نتيجة غادي تبين الجدار مياه باللي هاد الناس كامل اللي في هالدوار ما عندهم حتى علاقة بهذه القضية غالبا جاني او رجونات من جهة اخرى احتفى شبحته مع الابدية الضحية اكد ليهم باللي ولده ما عمر كان عنده شي مشكل مع شي واحد من هنم الدوار لا من الناس ديال الدوار ولا من احتبر الدوار ولكن اللي مأكد منه هو ان الناس الدوار ما عندوش معهم شي صدح قل ليهم ولدي داخل سوق راسه ولدي ماشي من النوع اللي كي يجبد المشاكين مع الناس ولا صدع ولا كي يدربس هاد شي اكدو حتى عمامو وولاد عمامو حتى هما قالوا ليهم باللي سعيد كان واحد الولد درويش وداخل سوق راسه ولكن انه كان ضحية درويش وداخل سوق راسه كما يقول عائلته وكما يقول صحابه اذا شكون المصلحته يقتله شكون المصلحته يصفيه له يحيده من هاد الدنيا بقاوش جندار كي يبحثوا في هاد دوار خمسيان في الاخر ما وصلوا لهم معلومه جديدة اللي بنيوا عليها البحث ديالهم شي معلومه اللي تعطيهم راس الخيط حتى الواحد النهار هاد النهار كان بتاريخ اربعة شهر ثمانية من نفس العام يعني من بعد عشر ايام باش تلقات الجودة الفقائه ديال الجامع ديال هاد الدوار عامشي اللي بريقاد عن جندار وقال لهم انا تفكرت واحد المعلومه وقلت نجي نعلمكم بيها ربما هاد المعلومه تقدر تفيدكم بشي حاجه في هاد القضية هاد النهار شنو هاد المعلومه؟ قال ليهم في ذاك الليلة اللي تقتل فيها الضحية فاشك تخرج من الجامع ويالله كان سد في الباب بالضبط مور الصلاة ديال العشاء قال ليهم في ذاك اللحظة دازمنا حدا يا سعيد وكان كيهضر في التليفون وسمعتوا كيقول للشخص اللي كان كيهضر معه اللي من الجهة الاخرى سمعتوا كيقولوا تسناني حدا المعصر ديال الزيتون انا جاي عندك دابا قالهم هاد المعلومه هاد المعلومه اللي قالهم الفقائه اعتبروا هالجندارم انها معلومه مهمة بزاف هاد المعلومه غدا تعاونهم في البحث دياله علاج يتعمشوا للتليفون فهذا وقيته كان الجهندار كيضروا ليهم بزاف الاسئلة في رأسهم منها شكونوا هاد الشخص اللي كان الضحية كيهضر معه في التليفون شكون هاد خينا اللي كي تسنى حدا المعصر ديال الزيتون شكون هاد يكون واش من من الضوار ولا خارج الضوار شمن علاقة كي تربطوا بالضاحية ومادام نفقيه اذكر باللي الضحية كان غادي وكيهضر معه في التليفون علاش فاش قلبناه ما نقيناش تليفونه معه لا جودان اللي كان مع الفرقات البحث من اللي يبقى كيف يفكر مزيان وكي يلاقي في الخيوطة ويجمع في الأحداث شك باللي هالشخص اللي قتله ممكن يكون سرق عليه التليفون غير باش يدير التمويه باش يمويهم بان هالجا لموقعات بدافع الصارق و باش يتأكدوا من شكوك ديالهم هنا غايدوزوا الوسائل العلمية يستعنوا بالشرطات التقنية باش يشوفوا واش الجاني من صحاب الضحية ولا لا و باش يتأكدوا اخدوا جاعة التليفونات ديال صحابه واحتى المشتبه بهم في ذاك الدوار اخدواهم باش يتخضعوهم الخبرة ربما يكون شي واحد فيهم يكون في ذاك الليلة تصل بسعيد وهو اللي تلاقى معاه هو اللي كان كيسينه في المصر ولكن احتى هاد الخبرة ما نفعتهم بوالو ملقوا احتى شي اتصال ما بين الضحية وما بين هاد الناس اللي دارت الخبرة على التليفونات ديالهم هاد الشي اللي عايخ اللي الدارك يدوزو يفرغو احتى الهواتف ديال عائلة الضحية طبيعة الحك الدارك في هاد الوقيتها كانو كيشكو في اي واحد حتى من وليديه و باش نوضح لكم اكتر سعيد كان كيعيش وسط واحد العائلة كبيرة اللي كانت تكون من ثلاثة ديال العمام جوج مجوجين بولادهم والصغير فيهم كان سميته احمد وفو عمره 2.40 هاد خوهم احمد كان ماشي بزاف باش تزوج من واحد البنت سميت هامريا هاد البنت هادي فعمرها 22 اه حتى هاد عمام هادو وولادهم كاملين هاد الدار الخبرة على تريفونات دياله وهنا هاد تكون الصدمة الكبيرة حي تقرير ديال الخبرة بيين باللي واحد من ولاد عم الضحية وكان سميته سامير التاصل بسعيد في الليلة اللي تقتل فيها كان توقيت الاتصال كي يصادف نفس التوقيت اللي اذكر ليهم الفقه يعني من امور صلاة العشة بالضبط وكانت هاديك هي اخر مكالمة وقعت ما بين الضحية وولد عمه سامير اشتروا انظروا في هاد الحالة شنو عايدير مباشرة يجابوا هاد والد عمه باش يعمقوا معها البحث يجابوا بدوا كي سولوا كي حاولوا يستدرجوا في الهضراء باش يعرفوا اشنو تحت راسوا وباش نعرفوا حتى احنا شنو قع في ذيك الليلة خاصنا نرجعوا بالأحداث اللور ونتعرفوا على العائلة ديال الضحية باش هكا انقدروا نعرفوا شنو قع السعيد في ذيك الليلة حتى تقتل بذيك الطريقة المتوحشة هنا غادي ندخلوا في الساخرة وهي ماشي قصة عادية قصة كارتية اللي وخت تخيلوا فيها حتى تعيوا ما غدا شطح لكم على بالكم تبعوا معيهم زيان باش تعرفوا الكوارث اللي اعتبان في هذه العائلة هذي اللي اقل حاجة انقدروا نقولوا عليها هي انها عائلة ديال الشياطين كما قدت لكم في الول سعيد والوالدين دياله عايشا هوما وامامه يعني خطبة عايشا في دار واحدة بحكم ان جداته اللي في عمرها ستة وثمانين عام باقى على قيد الحياة باقى عايشا وذلك الشيء لش كل شيء كان ملموم كانوا مجموعين معها ولادها ولاد ولادها العائلة كل شيء مجموع دياله كل شيء مفهم دار ملمومه كما ذكرت في الول عم الضحية اللي اسمته أحمد وهو صغير في خوته كان ديك الساعة ووصل تنين واربعين عام وما زال ما تزوج علاش بحكم انه كان يخدم بالناي في الدار البيضة في كازا يعني الخدمة دياله كانت تخليه يغبر بالسيمانة بالجوش او بعض المرات بالشهر بالشهرين احد كيرجع لدوار دياله هذا احمد هذا كان واحد الشخص الله يعمرها دار كان عن الناس اللي كيعرفوه كيشهدو باللي احمد إنسان حشومي متخلق ضريف لعيب ما تسمعش من فمه ما عمره جبت شي مشكل مع شي واحد المهم بقتل أمور هكا مشات يام وجات يام حتى الواحد النهار احمد تلاقى مع واحد صاحبه اللي كان مولف مرة مرة كيمشي يخدم معه في كازا قرهم جمعين كي يديو يجيب معه في الهضراء حتى الواحد اللحظة فين غادي يبديش كالي قالوا انت كتشوف الحالة ديالي كيفاش دائرة شوف انا وصلت اثنين وربعينها وما زال لامرة لولاد لوتاد وما عرفتش اللين عن بقى غادي فين غادي بهذه الحالة قالوا تجوج اش كتساين قالوا الله ما كرهت نتجوج ومدير وليداتي بحالي بحال الناس صاحبه بقى كيتصنات له هو كي يقولها تلاطرها دي قالوا لك انا غير هادش اللي يحزل لهم الى وافقتي انا نزوجك بنتي واحدانا ما غاديش لقى محسن منك انت راجل وقد فمك قدرعك انا عارفك شخص اللي يمتق الله ومتخلق وإلى قبلتي انا اعطيك بنتي مريه انا حمدت فاجئ قال مع راسو كيفاش هدايا يطيني بنته اللي بقى صغيرة مريم كان يلا عندها 22 عام والاخر عنده 24 عام يعني البنت كان صغيرة تزاها في بناتهم تقريبا 20 عام المهم تفاهموا بجوج بيهم وحدوا الوقت اللي غاديش يخطب البنت يعني يحمد غاديش يخطب بنت صاحبه وفعلا عندك شي اللي يوقع ادارت الخطبة ووصلت الوقيتها اللي كانوا التافقوا عليها باش يديروا العقد دياله داروا العقد دازل العرث مور ما دازل العرث حمد هزمراته ودهسكنها مع عائلته اللي هم ممو وخوته وولاده في الأول كانت الأمور غادة بشكل عادي من اللي يسأل الكون جديا لحمد رجع لخدمته كيف العادة والله يأتي مرة في العشر أيام وبعض مرة في خمسة تاريون بعض المرة يكمل الشهر كامل عاد يأتي يشوف مراته شنو هزي يوقع حنا من اللي جات مريم لهذا الدار وبحكم ان البنت بقى صغيرة وزوينة هذا الشي يجعله سعيد دازل شوية دلوقت بدأت تعجبه مرة عمو بدأك يقلب على شي طريقة باش يبدأ يتقرب منها لأن الدنيا خاوية مورا فكازا شنو هيدير ما يدير مش هشرة لها واحد تليفون على أساس أنه هيعطي المرة عمو كادو قلها أنا مع مري أعطيت كادو لشي واحد ولكن حيش تكما عندكش تليفون قررت نشريه لك دال هنمرة جديدة وبدأك يوريها كيفاش تخدم به وأخاكا كيوريها مريم بوجادية نية مكان تعرفك كيفاش تقدر تخدمه بحكم انها هل بنت لها بنت البادية ما عمرها استعملت الهاتف الدكيس مارتفون يعني مكانش كتعرف كيفاش تخدم به وهذا الشي اللي سيجعله سعيد يدير سبب هالتليفون هذا وكل مرة كيجي يوريها حاجة أنا أنضيلك هذين أنا أستعليلك هذين الواتساب كاعدة كاعدة أنا أستطيع أن أقولك أنا أستطيع أن أفهمك اليوم غدا حدثت بدأوا يقربون بعضياتهم في الأول كانت علاقتهم بارية أو عادية بحكم أن مريم راهم زوجة بأمه حتى الواحد النهار فين غا يبقى غير هو وهذا مريم اللي هي مرت أمه بوحدتهم فطار هنا ساعة تستغل هذه الفرصة لأن تا واحد ما كان فطار وبدأت تقرب من مرت أمه تقربوا بعضياتهم حتى طاحوا في المحضور ووقعت بيناتهم علاقة غير شرعية علاقة محرمة وليس غير هذا الشي هذه العلاقة هذه هذه العلاقة اللي وقعت تصورها ساعد كاملة بطبيعة الحال بل ما تعقمرهم حتى تليفون تقابلوا بلاسة اللي يكونوا فيها خلت تليفون حتى تسجل على خاطر وسالة هنا فين غادي بدايبت الزهر قال لها أي وقت بغيتك غادي نعيط لك وغادي تجي عندي بالحضرة بالأكلة وإلا ما بغيتش غادي نشر هاد فيديو في الدوار كامل وغادي نفتح مريم من اللي سمعتها تلاحضرة خافت لا تمشي تتفضح في الدوار تتفضح والديها ذاك شي علاش ولا تكتنفذ بالحرف ذاك شي اللي كتلبوه من هاد خين تلقوا على هاد الحال كل مرة وفين يتلاقوا مرة يتلاقوا في الزهر بهايم مرة يتلاقوا في فصل جنان مهم عيشان بهدل واحد من نهار والد عم ساعد لسبيتو ساميرا يحصلهم بجوج بهم في الزهر كما كنقوله يحصلهم قاطيا متلبسين من اللي يشابفهم في ذلك الحالة بدك يغوت عليهم وكيعيرهم أشهد الفضيحة كثير أشهد المصيبة هاد الشي حرام هاد الشي اللي يقديره ربما يبغيه لربي لعبده أنا أقول لعمي كل شي أشوهكم معه المهم سامير ما خلاش اليوم ساعد ومريم أي يوم يرغبوا فيه اركب فيهم الرعب حيث طبيعة الحال كانوا خايفا يتشوهوا في العائلة وقدم الناس السيد مع مرتامبو ولكن اللي خاصكم تعرفوا باللي هاد الحيحة كاملة اللي دار ليهم سامير رغم ما شي حيت ما عاجبوش هاد الشي اللي شار ولا حيت هز لهم للشرف دية العمو كما بيليهم لا هاد الشي كامل داروا حيت هو من الأول كانتا هو حاط العين على مرتامه يعني حتى هو كان طامع فيها من الأول المال السعيب كيعلم السرق ولكن من اللي شافها ما أولد العمو ساعد جاتوا الغيرة وهاد الشي اللي خلاه يحيح عليهم هاد الشي اللي خلاه يهددهم فهد الوقتها كان ساعد كي يحاول يبرده ويهدد الوضع معه قاك يطلب فيه كي يرغب فيه باش ما يقول لعمو حتاشي حاجة ما يقولوش هاد الشي اللي وقع ما بينه ما بين مراته وفعلا فالأخر قدر يقنعه باش يسكت ويدرب الطم ولكن سامير ما يسكتش غي هكاك لله في سبيل الله حتى هو كانت النوايا دياله أكثر خبتا من أولد عمو حتى هو غادي ويستغل المرات عمو ويدير معها نفس الشي اللي كان يدير معها ساعد طبيعة الحل هاد الشي عن طريق الابتزاز إلا ما بغاتش كي هدوها أبدك الفيديوات كي هدوها بالفضحة يعني كي ساعد وسامير كيتقاسم وبجوج بهم مرات عمو ويدشي كامل كي يوقع في الغياب ديال العمو محمد اللي كيمشي الكازا بحكم الخدمة دياله السيد ما كانش كي عمر بززاف الدول شوفوا الكارتة اللي واقع فيها الطار شوفوا الفضيحة اللي كي ديروا أولاد العم مع مرات عمو يعني هادي أرى ما بقاتش دار العائلة ولات دار الأباليس والشياطي أما هم كي يخرج يسافر من هنا باش يدرب تمارا يجيب الطرف ديال الخوز وهو مجالسا كي ينهشوا في اللحم دياله كي يأكلوا في الشرف دياله بطبيعة الحال حتى المرة أرى ما ديرش بحساب رجلها المهم بقار وضع ديالهم على هاد الحال حتى مع المدة ولو كيوقعوا مشاكل كبيرة ما بين ساعد وسامير وهذا الشي كامل على ود مريم حيث كل واحد فيهم ولا بغي ينفرد بها بوحده يعني مريم ولا تبحاش يسلع في يديهم كيلعبوا بها كيف ما بغوا ووقت ما بغوا اللي أعوقعه هو أن مريم مع المدة بدتك تتقرب من ساعد في نفس الوقت بدتك تتقرب من سامير سامير كان عجبها قطر من ساعد هاد الشي لا يخلي ساعد يقول لي غير عليها هنا في نعينه تصدع كبير بيناتهم والله سامير كيقول لولد عمه أنا كان بغيها وهي كتبغيني وغادة تبقى معايا ساعد كيقول له لا أنا اللي كانت معايا اللي أول وانت أرضيتها الجيه تكغيب الكدوب والقوالب وقلبتها عليها المهم نعت واحد روينة كبيرة بيناتهم حتى بدأ ساعد كيقول لهم أنا غادي نفرق على الرمانة أنا غادي نفضح كل شي غادي نقول لعائلة كاملة هاد الشي اللي واقع أنا أرمخاس رواله دابا يعني بقى كيهددهم في الليلة اللي وقعت فيها الجريمة سامير أتصل بساعد وقال له تسناني حضا المعصرات يزيته تسناني باش نتفاهمه ونفارغ هاد المشكلة لبلادنا سامير ما بقاش بغي ساعد يشاركه في مرة عمه في الوقت اللي داز فيها ساعد من احد الفقه كان ديك الساعة كيهدد مع سامير يقولوا تسناني أنا جاي عندك دابا يعني نفس الهضرة اللي يؤكدها الفقه للجدر منها فعلا عندك شيء اللي يقع مش ساعد البلاسة اللي التافقوا يتلقوا فيها يعني احد المعصرات لأساس باش يتفاهموا يفكون مشكلة لبناتهم يتوصلوا لشي تسوية ولكن ساعد غي يوصل احد المعصرات الزيتون اهنا سامير غفله وصدد له مجموعة من طعانات في ظهره ضربوا الظهر بلا ما شفوا الاخر يعني قبل ما يتلفت اجب دماء من اللي طاح زاد كمل عليه وطعنه احتف كرشو باش يصفيه باش مينجاش كان خاصه يتأكد بالليولد عمه مات باش ما يقول شكله شكله يدار في ذلك الحالة خلت سيطايح في دماياته غارق فيها وهرب هادشي كامل باش يبقى منفارد بوحده بمريم ديك ساعة الجنوية دارها تحت باطب وزاد ومسلم حد دعياته خضت تليفون ساعد وهرب في نظركم علش خضت تليفون علش فكر هاك طبيعة الحال حي تليفون ديال الضاحية كانوا فيه قاعة تصور والفيديوهات الاباحية اللي كان مسجلها مع مرات عمو كانوا فيه قاع المكالمات والمساجات اللي كانت بيناتهم بثلاثة به يعني دارك الى القاوة تليفون مباشرة اعرفوا الفيلم واشنو فيه اعي يفتحوا الغطاء ديال القاملة شنو طايب فيها اعرفوا بان السيد متورط في الجريمة ويكتشفوا حتى الكاريتة اللي كانت بيناتهم بثلاثة هذا الشيء اللي خلاه انه يفكر ويقرر يسرق تليفون ديال والدعمه كانت هذه الاعترافات ديال سامير من بعد ما جابوه الجنطان هذا الشيء اللي بدك يقول جابوه الدماء وواجهوا بتقرير ديال الخبرة للدرع التليفون دياله من بعد ما اخذوا منه الاعترافات امشوا وجابوه احتى السيدة اللي نريد عليها الفين كله جابوه مرة تعموه باش ياخدوا الاقوال دياله وفعلا حتى مريم بدأت كتعود لهم كل شيء نواقع كتعود لهم كيفاش كان ساعد وسامير كيستغلوه كيفاش كانوا كيتكرفصوا عليها الصحق قلت لهم في الوقت اللي كان الرجل كيمشي تقاتل باش يجيب لنا طرف ديال الخبز هذا الوحوش كانوا كيستغلوه هذا الوحوش كانوا كي نهشو في لحبي انا مكتش باغا نوصل لهذا الشيء كامل ولكن كانوا ديمك يهدوني وهذا الشيء اللي خلاني نخاف على راسي ونخاف على صمعة عائلتي خفت يقولوها الراجلي الراجلي اللي يقتلني ولا يقتلهم وهوما خفت لان شوه عاود وصد العائلة وصدور لك الشيء علشي بقيت ساكتا وقلت كان قبل بقاعدك الشيء اللي كتلبوه مني الضرك من بعد ما اخضوا الاقوال ديالها مباشرة حولهم كاملين المحكمة في المحاكمة احكم القاضي على سامير بتهمة الفساد والقتل مع سبق الاسرار والترصر حكم عليه بالسجن المؤبد مريم حكم عليها القاضي بعامين ديال الحبس بتهمة الخيانة الزوجية حيث هي ما كانش مشاركة في هذه الخطة ديال القتل ديال ولد العام الصراحة القضية بالصح راه كتحبس لها قلب يعني اللي بجي تفكر في الاحداث كيفاش وقعت غادي تعرف بان الحرام النهاية دياله ضلعب شوف كيفاش مشات الامور توصل لهذا الشيء ما يمكنش هاد المنكر كامل اللي وقع ودنوب ديال الدكسيل اللي اصلا مفرع صوار ما عارب شنو كيوقع مرة ظهره ما عارب شنو كيديروا اهله وحبابه في مراته مستحل يديروا هاد الشيء كامل وتخرج ليهم الطريفة يعني تخيلوا كيفاش الامور الواحد مرته يهز بحل شباليزة ويزيد بها في مكان صافرته تخدم ادي معك مرتك بحلها ما تفرقش مرتك نهائية مخليها الدياب موهن حلقتنا ثلاث اشوفكم حلقة جديدة ان شاء الله بما نختمه ضروري نسمعكم الدعيوة ديال الخير اللي يولفناها لايك تبلينا مكاتب الخير لاي خرجنا منظر لعب بلعب الله يرزقنا حسن الخاتمة ويجعل اخرنا حسن اولنا ويجعلنا اخفاء فدراف على قلوبكم اخوتي اخواتاتي دوزوا بخير اتلقى وضع ان شاء الله في نفس المواحد اتلقى اخوتي اخواتاتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير ورزقكم ربي الفضل التسير والرزاق الكثير القصة اليوم الحلقة اليوم احكيه فيها على واحد الكوب المغربي مرة ورجلها هذا الرجل اسمه مصطافر هو مرتوكين حاجروا من مدينة القارة هاجروا الكتالونيا في اسبانيا هاجروا بطريقة غير شرعية هاجروا في شيلانشا في عام 2005 ارزقهم الله بواحد البنية سموها نادا نادا منظرها لك حال خرجت بنت هذه العائلة عائلة يماشي اي حتيك الاب برد الكتاف يعمل في مراته يعملها خائب يضربها الام كانت مراد رويشة مراد شخصيتها ضعيفة وكانت تعرفوا البنات المنطقة القارة يقول الراجلي وخي يجفف بها الأرض نهاية كانت مقدرة راجلها بزافوخة وخي هو ما فيه ما يتشع مع امرها قتلوا له كانت صابرة للك الحياة التي بحل جاهم السيد معيشها العادات مع العلم أنها دبرها في اسبانيا بلاد التي يقول لها بلاد الحق والقانون وهذه الناس يحاولونها يحاولونها ولكن كانت ترفضها في عام 2008 هذا الكوبل قدروا أنهم قادوا الوريقات قادوا الوثائق وقادوا الوثائق بطريقة شرعية هم كانوا في الضواحي الكاتالونيا من بعد قادوا الوريقاتهم دخلوا البرسلون دخلوا البرسلون وسكنوا في حي شعبي الذي كانوا يسكنوا فيه مهاجرين غير الشرعيين يعني حي الذي تكلموا على قده سكنوا في ذلك الحياة التي يوجد الوضعية لهم صعبة الناس التي لم يفحلهم ثم بدأوا حياتهم من جديد الأم كانت كل مرة كانت تدب بشي حاجة تخدم فيها أما الأب كان برد كتاب عاطل على العمل سيد من النهار أو كانت عنده الجنسية أو كانت يعتمد غير على المساعدات الاجتماعية التي تقدمهم الدولة والفلوس كان يخسره غير في البليا وغير في النوادي الليلية لماذا كانت مراتهم؟ كانت تكثر أنها تخرج وتخدم وتخدم على عراج لها وعلى بنتها عندما تخرج المرات وتخدم البنت يجعلها غير عن الجيلة يعني البنت تعرضت للإهمال الأسري وهي ما زال في سنة صغيرة البنتي يلله عندها ثلاث سنين محلة سامحة فيها وديدها الأم كانت تدير أي حاجة بشتر دراج لها وتجنب العنف دياله حيث ديما كان يسلخها وخاهد شيء كامل وخاهد استمر كامل كانت دائما يضربها ودائما يسمعوا الصداع واللغوات ويحاولون أن يدخلوا بيناتهم ويحاولون أنهم يعتقوها من بنيتهم ويحاولون مرة ونصحوها وقالوا لها ضروري خاصة أن تتعلمي البوليس تريد أي شيء السيدة كانت تكدر فيها مهمة يقولون أن يدخلوا سقراتكم يعملوا لكم رجلي هذا يدخل فيها مبغى وقالت الأمور هكاك حتى الآن كانت لغوات كثيرة جداً لا تحملوا هذا ليس رفقاً بها هي أصلاً طلقت فراثهم بهذه الطريقة هي لم يحنوا فراثة ويحنوا فيها ولكن هم ملوا من هذا الوضع صداع لغوض لا يسمعوا العنف وفعلاً لماذا جاء ماذا جاء لماذا جاءوا للدار المصطفى وجاءوا بأنه مرته حالتها حالة أوجهها كل ذلك وتخيلوا معي أن البوليس يعني لماذا شدوه ويحقوا معه والسيدة بدأت تغوية تكاتبكي تضرب في خاضها تقولهم الله ما هو الذي يضربني ما شراش للذي يضربني السيدة لم يشاهد شيء بدأت تحييحة على الجزيرة الجزيرة التي بغوية عطقها والذي بلغوهم البوليس حييحة عليهم لم يخلط لهم قالوا لهم لم ترغبوني الشمال لم ترغبوني لم ترغبوني لم ترغبوني لم ترغبوني أسرتي مهم السيدة تقدم المحكان مصطفى ومعه صوابك في العنف الأسعى دوز شهر من الحابس ومن بعد أن يخرج من المنتمق والسيد غمزة فيه استمر في العنف اللفظي والعنف الجسادي مع مراته السيدة لم يحترمها ولم يتعامل معها بالتأكيد وكل جديد أشياء مجبرة كبيرة سيدة لم تدفع القرض ولم يعتقد لا تترك شكاة لهم كانت تعافية السيدة لها بالتأكيد لا يخدم لا يسعر وكتوب لها وليس يرجع سكنها البيلة و تتعصبه و يسلخه و يعطيها قتلها و يعطيها قتلها و ينعش و يبتعها في عام 2010 مصطفى كان غادي لبوات دونوي و نادي ليلي في مكان يمشي له و يرخيص البوات كانت تقدم فيها مشروبات الكحولية كما قلنا بأسعار لا رخيصة ثم كانت تجد مع احد سيد منه و اسمته موراليس موراليس كانت جنسية من بوليفيا يحتاج تحديد في حالة جمعية انجليزية تبشير المسيحي و هو تنصير و كانت تقوم معهم كطاف أو عامل و لكن يحتاج تمام بصمصار موراليس كانت أن تقوم بالموراليس للقرآن النائية لدينا صعوبات مادية لناس الذين لا تحملهم و الناس الذين مضمين إما شرب إما شمع يتكلم الوثور و يقولون انه يمسي نقود الديان المسيحية الى انتمعوا لهذه الجمعية هذي الى قولوا يدوموا ويبشوا الكنيسة كل سمانة لا يحاولوا انهم يحفظوا ذلك الشي اللي كان في الإنجيل وخغير شي سطورة الجمعية ستعاونه وتعطيهم مساعدة مادية ومساعدة غدائها والجمعية تقدرون تطلعهم حتى في خدمة وهكذا يقدروا يعيشوا بواحد طريقة مزيالة يعيشوا في مستوى أحسن كان اي واحد يجيب ولديك الجمعية يأخذ عليه مقابل مادة يأخذ العمولة دياله مهم السيد السالير دياله كان مزيان هذي مراليس هذا ولكن بما انه كان مبليب المخدرات الصلبة فاللوثه كانت تقدعه غير في هذا التقربية والحاجة اللي ستصدمكم هو ان مراليس كان عنده صوابق في الاغتصاب شو الجمعية الخدمة لا علاقة جمعية دينية دائرة واحد عنده صوابق في الاغتصاب وماش اغتصاب عادي مراليس اغتصب غير في الدار ديالهم جوش خويتاته وصغارات واحدة في عمرها 11 عام والتانية في عمرها 13 عام وراه ما الذي يقدم به الشيكاية؟ هؤلاء الجيلان هم اللي ساقوا الخبار وهم اللي داروا الشيكاية للبوليس والديه وعائدته خافوا من الشهر بشو عند البوليس وان فوهد شي كامل قالوا بأن مراليس ما تعداش على البنات خواتاته ولكن الناس ديال القرية غار فناش كيسوا اللي ساقوا الخبار ما اجبهم حال قالوا لديك العائلة قالوا لهم ماذا تسترتوا عليه اما اجروا عليه هو من القرية يا اما انفضحوه نشوهوكم وننزلوا عليكم حتى انتم ماما وفعلا مراليس ترد من القرية دياله تمنى على انه يعاود يدخل لها من جديد ومن هذه الساعة ما عمره يعاود لقب عائلته ولا شافه وحتى عائلته اصلا ما بقوش حاملين فيه الشعر ومن هذا النهار المشؤوم فبدأت علاقة صداقة ما بين مصطفى وموراليس اصلا هما بناتهم بزرد النقاط تقاضل كي تشارفوه بزرد الحواج كما كيقول المتاب طاح الحك وصابه طاح بدأوا كي هضروف بزرد المواده بدأوا كي هضروف حتى تعرف مصطفى بأن مراليس يسكن في نفس الحي الذي كان فيه في مدينة بارسلون ومن بعد ما تكملوا الصهرات تخرجوا بجوجب بيه خضوه طاكسي وتوجهوا للنفس الحي الذي يسكن فيه هنا مصطفى اكتشف بأن ما بينظاره وبينظار المراليس لا يوجد مسافة كبيرة تافقوا لأنه من النهار الثاني يعود يتلقى مع بضياته وفعلا مع جوجه النهار تلقى مصطفى وهذا مراليس بدأوا يجمع مع بضياته ويجمعوا بأنهم مفاهمة تجمعهم عدة نقطة مشتركة مراليس أوضاعه المادية كانت نوعا ممزئة ويجمعوا بالخدمات التي يجيب يعني يجيب دوك الناس ويحاول يدخنهم الديانة المسيحية مصطفى كان محنسر شوية وكان يعتمد غير على المساعدات للدولة هذا مراليس كانت يعرض عليها الشراب يشير المخدرات يدور معهم مرة مرة كان مهل فيهم مهل فيهم جيدا مصطفى ارتاح لي عجبه ويجعله عنده وهذا الشيء الذي يجعله أنه يعرض عليها الظاهر جابوا لهم مراته وبغير يضيفه وكان يفرض على مراته أن تطيب لهم لعشة يجي تسخر عليهم تضعهم ذلك الشيء الذي تضع مع المشروبات تضع المشروب في كتابلها يجيب منقطعة وكانت ترى هذا الشيء وكان يضرب معهمها ويسيبها وكان يدام صاحبه وكان في الليلة التي يسهر معها فيها وكان يكون غير على سبانو الهضراء الخيبة وكان هذا ما عمر بها لا تعمل معها بشي طريقة بزيئة ما عمرو حنى عليها ولا أعطف عليها السيد لا يهتم بها أصلا لا يهزها لا يهزها لا يهدر معها ولكن لا يهتم بها لماذا؟ لأن القانون الإسباني يحمل أطفال وليس يسهل هذا الشيء وإذا احتقرب لبنته سيجيبها في راسه المهم من بعد عامين والصداقة ما بينها الجوج وبالضبط في 2010 مراليس يستطيع أن يكسب اتقاد مصطافة لدرجة أنه يبدوه القدوة في هذه الحياة وعندما يتقاد مصطافة قالوا ما انت وضع تكلمات صعبة وكذلك وكذلك تعتمد غير للمساعدات الدولة لماذا يبقى أن ندبر عليك؟ قالوا ما يبقى أن تعمل في هذه الجمعية الإنجليزية التبشير الماسيح ورهم في المقابل خدمتك أعطيت الله فيك مزيان أعطيتك مساعدة غذائية أكثر من تحتك الدولة أعطيتك مساعدة مالية يدخل لك بنتك المدرسة خاصة درسة الليغالية هو من يتكلفه بالمصارف ديالك ودعوا وليداتك كاملة وليس لهذا يدوز مدة قليلة معهم يتقوا فيك يدبروك في خدمة أنت مصطافة من اسمها لا تردد وافق مباشرة لم يكن لديهم مشكلة أن يريد ديانة يبدأ يمشي الكنيسة ماذا عند مرته؟ وقال لي هاتشي سيدم اللي عرفت أصلا أن القادية فيها فلوس فيها المساعدات فأعتني عمل خدمة حتى أياما كانش من العاكزين مصطافة أو مراته ما عندهم مبادئ ما مهتمن بالدين ما مهتمن بالتاشي حاجة يعني ناس اللي قدروا يديلوا أي حاجة على قبل الفلوس قدروا يبيعوا الدين ديانهم يبيعوا واحد أولادهم وبقت الأمور هكي في عام ٢٠١١ مصطافة ومراته على انتماع ديانهم من الجامعية الإنجليزية التبشير الماسيحي وعلموا أنهم أصبحوا مسيحيين وبدلوا سميتهم ولكن نادا لم يمكنهم أن يبدلوا لها سميتها الحكم أن البنت مازال صغيرة كان خاصة البنت حتى توصل إلى ١٨ عام يعني تكون إنسانها راشدة إنسان مسؤولة على التصرفات ديالها عاد تقرروا واش تبدل سميتها ولا لا يعني لم يكن أعجبها سميتها من ١٨ عام تقدر أن تقدر الإجراءات وتبدلها أنا مؤمن بعدها الجامعية منحتهم بالزام ديال المتيازات أعطيتهم الفلوس أعطيتهم مساعدات مالية مساعدات غداية أعطيتهم الحوايج أي شيء يحتاجونها كي يأخذوها دخلتنا هذا المدرسة خاصة مدرسة كستها ووفرت لها أي شيء ممكن تحتاجها أحتمد تغذية ديالها وفروها لها كاملة هذه الجمعية ديال تمشير قدروا نقولوا بأن العائلة ديال المصطفات بدلت حياتهم بزاف من لي ولا هم مسيحيين من بعد شهرين على انتماء ديالهم لهذه الجمعية وانتماء ديالهم لهذه الديالة خدموا مصطفا كحارس أمن في الجمعية ديالها أما الزوجة دياله خدمتهم عاملة نظافة الناس بعد ما بتلو ديالة ديالهم كانوا كي يظنوا بأنهم يقدروا أنهم يمارسوا الدقوس الإسلامية من الليجي والمغرب مع العلم أن مصطفا كان وحد إنسان الذي لا يمت للإسلام بسلام سواء في تصرفاته سواء في معاملته ما كانش كي يصن ما كانش كي يصلي ما عنده بتاشي علاقة ديالنهائية يعني كان مسلم بالويراته وصح بالفيطرة وصح السيد كان كي يظن بأن هالشي اللي دار رادره غيف الوراق حقا أنا رأى بقيم إسلام فأجل رادره غيف الوراق باش نسترزق الله ولكن الواقع أنه في الإسلام كانت تسمى ريدة كانت تسمى ريدة تسمى ريدة وأكيد هم لا يساولون على هذا الشي لا يساولون شي مرشد ديني ولا شي فقياد لا يهمهمهم كي تهمهم الفلوس مهم بعد ما يكملوا عام تقريبا فاتخة مدينةهم يعني قوى حالس أمن أمراته بقيت عاملة نظافة اجمع واحد من بلاغ كبير وفي الصيف 2012 بالضبط مصطفى أمراته بطول المغرب بطول كازا وفي الصيف وفي الصيف يقوموا بقيت عاملة وفي الصيف وفي الصيف يقوموا بقيت عاملة في منطقة تماريس الناس فرحان وفرسهم جيدة حسوا بأنهم يدعوا إنجاز كبير إنجاز عظيم فلوس المساعدات وفلوس هذه المشروع الملكة لهم في المغرب تعايتهم لاحظوا أنهم لم يبقوا كما كانوا لاحظوا بأنهم بانت عليهم شوية الفلوس موراليس قدر أن يكسب التقاط للعائدة بسببه حياتهم المادية تحسنتنا وعننا كان كيف يقول لهم بأن موراليس هو قدوة في حياتها هو اللي ينقذهم من الفقر ولي عنده عليهم فضل وفضل كبير موراليس بعد ما عرف بأنه تمكن من هاد الأسرة كسب اتقالي لها وش عند مصطفى وقال له عندي لك واحد سر اللي ما بغيتك تعود لحتى شي واحد مصطفى قال له أنا هو قال له شوف أنا را خدام على واحد العصابة ديال تهريب الأحجار الكريمة وهت شيء من تلك تشده في الشهر كامل ستقدر تصور الضوبل عليه ثلاثة مرات وفي نهار واحد وفي نهار واحد مصطفى قال له كيف كيف عندي نخدم معكم في هذا الهار قال له شوف ماشي انتلعت أنا أحتاج بنتك الصغيرة نادع قال له كيف نادع ما علاقتها بهذا الشيء ما علاقتها بالأحجار الكريمة قال له شوف حنا في العصابة ديالنا كان نخدموا الدراية الصغيرة ومالي كان يهربوا هذا الشيء من دولة لدولة لأن البوليس لا يشكوش فيهم ولا يقلبوهم أنا أحتاج بنتك في مهمة وأي أفر درتها سيكون عندها مقابل مادة كبيرة والعصابة ستطلع فيك وأتطلع فيها سيغرقك فلوس مصطفى قال له ما علاقتها تعملت له الباصرة قال له شوف ماشي مشكي أعطي بنتي لهذا أخر قال له عندي معي البوليفيا تخدم معنا تقريبا 20 نيو عشرين يوم ومن بعد أرجحها لك وهي هزة الرزاق الكثير بصفى ماشي عند مراته عود لي هذا الشيء عود ليها كيفاش القادية كيفاش تبدل حياتهم وفرحان وكيفاش عجل المغرب وعشرين والأراضي وعشرين والليور حتى مراتهم ما عنده مشكلة أهم حاجة كانت عندهم هي الفلوس قوة ما تقهرت والذي كانت تبلغي الفلوس وقلبها ماز ده ببقى عندهم مشكلة واحد ندا ما زال طفلة ميمكنش ليها تصافر مع شخص آخر اللي يمشي من الأقارب ديلها إذن شنو يديره مصطفى موراليس مش هو عند السلطات الإسبانية وده الوحد تصريح على أساس أنه هاد سيد هاد موراليس من المعارف ديل بطهاء وباللي كي يتيق فيه فبإن بنته غدا تصافر معها في أحد رحلة سياحية هذا ما مع البوليفيا هنه بحل دار له شيء وكانه بحل وله هو ولي الأمر ديها لها موراليس ولا وله ولي الأمر ديها وكل شيء اللي نقول لكم رحهم متق صوته صورة ودار في برامج وطائقية كبيرة ودهو تغيص مياد لها دول الناسة اللي نقول لكم رحي دي تصبح لكم كل شيء في اليوتيب المهم الأب والأم مشاوا مع بنتهم وموراليس للمطار سانتا كروز لا تمشي ضد طيارة البوليفيا اكيد ان نادا بقيت مع موراليس بوحدته الحاجة اللي ما عارفينه هاش هو ان مصطفى ما كانش عارف اللي موراليس عنده سوابق في الاغتصاب وماشي اي اغتصاب السيد كان معدي على اخواته بجوج بهم يعني ما حنش في خوده اطفال هذه حنف بنت صاحبه مهم من بعد ما وصل موراليس و نادا بوليفيا استمر التواصل مع والديها المدد 15 يوم 15 يوم و لا يتعلم معه و فما يسوه مصطفى يسعى موراليس على الفلوس لا يتعلم و يقوله بان المهم انها اجلت في السوحة 15 يوم انقاطع التواصل ما بين نادا و بين عايدها كيف يسعني او لها في التليفون لا يتجاوش كيف يسعني او لها موراليس في التليفون حتى هو لا يتجاوش هذا المدد الخمسة يوم يوم هنا مصطفى يحس بانه تعرض لعمليات نصب من طرف موراليس موراليس تفلع ليه و ادعيه بنته بدأ يحس بان بنته ما عمره و سوف يشوفها عمر هذا ترجع ليه بدأ يفكره في جهة البوليس و لكن خال اول حاجة دارها مشال هذه الجمعية الانجليزية التي كان يخدم فيها عاود لهم ذلك الشيء الذي يوقع بالتفاصيل عاود لهم تفاصيل كاملة و لكن خبأ لهم واحد معلومة ما قال لهم شي بانه صيف تبنتي على اساس انها تخدم في تهريب الاحجار الكريمة قال لهم صيف تتحقق مع موراليس لانه واحد انسان مزيان و انسان اللي كنتمي ديانا المسيحية كان يعود لنا في الدعوة و صيف تعود باش تفوج على العراتها و تبتلجه و في بوليجيا سيد باك يشرح لهم بانه نحن كنا نخدمين و بسبب الدعوة لم يكن نشكلوا الوقت باش نخرجوها و نساريوها هوا الجمعية قالوا بان الخدمة ديانا مع موراليس هات سالس سيد اصلا جرينا عليها الخدمة و اصلا مكانش خدام عندنا بواتاعة قراصنية يعني المهمة ديانا و كانت انه يستقطب الناس و فيما يجيب شي حد يتخلص مقابل مادي يعني ليس مرسم معنا في هذه الجمعية و حاليا هو اخضف ليساته و ليس بحاله البلاد و نحن لم نسوقنا قالوا الوالدين لم أعطيتهم البنت لم يأتيوا تشاورتهم معنا اليوم و أصلا أعطيتهم بطريقة قانونية اذا تحملوا مسؤولياتكم و مدام ابنتكم مرجعت لكم يجب ان نصحوكم سيروا و ديكلاريو عند البوليس سيروا عند البوليس و بلغوا عليها و فيعل عندك شي بك مصطفى و مراته كانوا ناوين انه يمشوا عند البوليس كانوا ناوين انه يبلغوا على الاختفاء بنتهم و لكن من اللي قلتوا مع بضياتهم من اللي بقى و يدوروا أفراثهم بزيان و يفكروا قلوا دابا يا الله داز واحده شينيو خاصنا نتسنا واحد شوية حتى تكمل مدة ديا الشهر من دوزة الشهر هذا عديك ساعة نمشي و ندكلاريو عند البوليس مراليس مش نمنوعي الخير راجل اللي عمر هذا راجل اللي بدنا حياتنا الأحسن ربما تكون عنده شي ضروف ربما يكون شد في الحبس ربما يكون خلال نادا مع عائده ملقات شي طريقة كيفاش الديد تواصل معنا مهم داز ذاك الشهير يعني دازت مدة دي الشهر كامل نادا ما زال حد الآن ما بانش لها الأطار و مسموع لها حتى شي اخبار مراليس تليفون دياله ما زال مطفي أنا الوالدين حسوا بأن شي حاجم يشي هاتيك دابا قرروا انهم يمشيوا عند البوليس شو عندهم؟ و عاودوا لهم ذاك شي كامل و لكن ما قالوا لهم ما دايك المعلومة انه ما قالوا اش عاود الجمعية ما قالوا لهم ما بانهم كانوا بغاين يتربحوا من بنتهم صيفتوها باش تدير التهريب للأحجار الكريمة قالوا ما بانهم صيفتوها أصدر لعصابة في بوليفيا اش كاي قولوا احنا مشغولين صيفتنا بنتنا مع هاد صاحبنا باش تدير جولة سياحية في بوليفيا هاد صيد أصلا عنده وليداته و تبشي تفوج معهم و تتسارى و ترجع بحالها البوليس من بعد ما عرفوا هاد معلومات سجلوا بلاء اختفاء لفائدة عائلة و بدووا يقلبوا على العادة بداروا التنسيق مع السلوطات البوليفيا البوليس دي البوليفيا بدو واحده هما يقلبوا على ذاك البنت اللي راها بنت مازالة في عمرها تم سنين اي يوم يقلبوا عليه البنت مكيناش نهائي كأن الأرض تشقت وبالعتها من اللي اعطوهم الاسم ديال موراليس قالوا لهم بللي اصلا هاد اسميها مكيناش عندنا كام موراليس كان مزور الهوية دياله وهدك كان غير لعقب عنده سيد كان ديما كيخدم بوتائق مزورة كيكمل بهم كيحرقهم يعاود يخدم يدير وتائق جديدة باش هكا حتشي واحد ما يتعرف عن الهوية دياله الاصلية ها واحد ما يعرف بان عنده سوابق في الغتصال المهم قدت الأمور هكاك سبع شهور من بعد سبع شهور على اختفاء ديال الطفلة نادا وبالضبط بتاريخ 28 غشب من عام 2013 السلطات البوليفية تواصلت مع السلطات الاسبانية وقالوا لهم بانهم ملقاوا الطفلة نادا مع العلم ان الناس الاسبانيا والوالدين النادا راه مد ديال 6 شهور شهور كامنا متواصلوا ما يقلبوا عليها دون مالا أو كلل او مرسلوا حتى شي حاجة لدرجة انهم محلة رصخت عندهم محل القناعة بان البنت ستكون ماتت صافق عيسهم وقالوا البنت مستحيل اننا نعاود للقوها حية ولكن سلطة البوليفية سدموه قالوا لهم هاي نادا حية ترزق وفين لقوها؟ في أدغان غابة الأمازون لقوها في حالة يرتلها الجسم النادا من لقوها كانت تسرفها الحشرات وكينهش فيها الدود سلطة اسبانيا من اللي عرفت هذه المعلومات هذه تواصلت ملائلة دي النادا وعلمتهم بهذا الشيء دبنا نخليوا هذه القضية هنا ونرجعوا الناداة نعرفوه شنو قاعة من اللي مشت نادا مع موراليس شنو قاعة في تسبع شهور هذي يعني نعرفوه من النهار لو اللي ركبت فيه نادا مع موراليس في الطيارة باش يبشوا البوليفيا ونشوفوه حتى تلقات شنو كان وقع فيها سيد مش عندو احد صاحبوه ونبقى معاه ثم مال مددية خمستاشر يوم في الأول كان مففر لها الجو جو مزيان كانت تواصل مع عائلتها كانت اضر معهم في التليفون كانت تقول لهم كل شيء باخير وعلى خير ونرى كانت تسالها أنا مرتاحة وفعلي ما كانت تكتب عليهم من الموراليس في الخمسة عشر يوم تقطع الاتصال فالوقيتها هذه الموراليس قد نادا بأنه ما يسافروا الوحد المنطقة باش يكتشفوه شي يتسالوا فيها مهم بدأها الاتصال الأدغال للغابة الأمازون كانت هذه المنطقة معروفة بالعصابات لا يستطيع المخزنة يوصل لها عصابات تجار في الأعضاء البشرية وعصابات تجار في الأطفال وعصابات الكوكاية وعصابات الكوكاية لدرجة أن هذه المنطقة كانت محضورة عن البوليس البوليس لا يستطيع أن يدخلوا لها أو يدوروا فيها وعصابات الكوكاية كانت معروفة بزراعة نبتة الكوكا وكل شيء مسلح وكل شيء مربو مهم كانت الكوكاية البوليس من 14 موراليس في وصل الغابة بأنها الكوكاية في العواد وعصابات الكوكاية في واحد ليلة تعدى على نادا التي كانت في المرهات من السنين تعدى عليها عدة مرات بالعنف التي تنجحها نازيفة وعصابات الكوكاية تقلقتنا في النصاص للليل تقلق على حشرات تقلق على عقارب وخلقها ونحن لديها عصابة يسهر معها ترى بنت عندها تمسنين وستغابة الأمازون التي تريد أن يتهاك تقلق ترى كيف تشاهدها في الفيديوهات كيف تدير الغابة خوف أصوات التي تسمع لا تتعرف كيف تحسد البنت في هذه الليلة كيف كانت النفسية الغابة يعود جلدك الكوكاية وعاود تعدى على نداب البشاعة لا يمكننا أن ندخلها في تفاصيل لأن ذلك فعلا مقزز ويضرب الخاطر المهم استمر الاعتداء على نداب مدة 6 شهر كاملة ما يقوم بمشي يربطها مع الشجر لكي لا تتحرك ويضع الوقت يجعلها يومين تلتين في الجوة سيدة تتشرب ويأكل من الفضلات ندابة ندابة تصابت بعدة أمراض الأعضاء كلهم تصابوا بالتهابات أمراض التي كانت صعبة أنها تعود تشافة منهم حشرة كانت تبقى تتسنى لها في الجسم ويأكد تشوفها البنت ميتة بالخلحة المهم دوزت تلك السبعة شهر الجاحين عياد تقوز عياد تكتبك كانت تبقى لعله وعسى سيدة كانت في وسط غابة لن يدور فيها البشار نهائية بل أصلي فيها غير قطاع الطرق والعصابة وخير قاوة سيدة صافي قالت هنا النهاية لي وهنا نبقى حتى نموت وقالت لها خرجت من هذه الغابة عن خجم ميتة ولكن الألطاف الإلهية كانت معها في واحد النهار وبالضبط 28 شهر وغشت من عام 2013 نادة كانت في ذلك الكوخ كانت تبكي وتغوث رابطها تمها بكثرة الحراق سيدة كانت تغوث الله بقها الجوة الخوف سيدة كانت تخدمها كانت في ذلك الحصاد وقالت في طريق حتى تسمع أحدها تنين وكتبكي وقالت إلى الصوت تبع تبكي وتغوث وقد تغوث سيدة قهرها الجوع مهم اعطيت هذا الشيء لقسم الله بدأت توكلها و تشربها من ذلك الماكلة لها و تسألها ماذا يقع لك وبحكم أن بوليفيا بطبيعة التحركية إسبانيا مزيان هي اللغة لها ما كانت مشكلة ما بين التواصل ما بين هذا وما بين هذه السيدة هذا عادي ما تسألها ماذا يقع لك و أخرى تعاود و كتساح كانت ملوكة قلت لهم بأن نرى شي واحد محتاجها اسمه موراليس هذا موراليس أحبها و جاءت معها على أساس أنها يدروا رحلة سياحية ولكن هو جاءت معها يربطها و يبقى يتعدى عليها و يجعلها في الجوة و لا تشرب و تتكتبكي و تطلبنا أنها تعتقها من هذه الجحيم التي تعيش فيها ذلك المرة حنت فيها شفقت عليها و تبقى فيها بزائل ذلك الساعة قررت أنها تحل هذه البرفات و تغامر برأسها و تديها تعتقها أخرى كنت عارفة الخطورة هذه القادية التي تجعلها لأن لحظة موراليس سيجمعها حصلتها العصابة التي يخدم معها أتلك ليست طرحها و أركبت البنت فوق من البغل لها لأنه لم تكن معي بغل لأنها قدت محضرة في القضاء و أركبتها فوق البغل وتدتها مباشرة الأقرب مركز الشرطة و وصلت لهم و عودت لهم الحالة التي أكتشفت فيها حالة الجوخ فيها و من أجل تبقيتها أحتى هذه المنطقة كاملة ماذا يظهر فيها؟ البوليس لم يقضوا أنهم يبحثوا مع هذا وهي في هذه الحالة البنت كانت مهلوكة كانت قد اشتظر ستبكي والجسم خرج من ريحة التي لم تحملوها ريحة كريهة بزع رجلها عامراً بالدب الحاشرة ضيراً بها دعك الساسفة مباشرة للمستشفى حتى تتعج وجدوا المرأة بذلك يسولوا فيها بذلك يحققوا معها ماذا نوقع؟ كيف أشترقيتها؟ كيف أشترقيتها؟ تعودوا لهم بتمعادة تفاصيل كامل تعودوا لهم بما أنه رجل لوحوا هذه الأساسية التي كانت مستعجبها وكيف أشترقيتها وكيف أشترقيتها انت المصفل في هذه المنطقة التي تلقيت فيها البنت كم بلس طبيعة الحال كانت صعيبة لهم أنهم يدخلوا التمع لأن هذه المنطقة التي كانت في أثغال ومع هذا الأثغال العامر بالعصابات ماذا نحن نصفى؟ ونصفى خلوة من صفحة كبيرة في العسكر وقوموا بطائرة خاصة التمع وهبطوك الناس بطارشيك في ذلك الغابة من الذي وصله؟ ألقى أمور عليك بالصدفة يا الله وصل ذلك الكوخ وتخيلوا أنه في ذلك النهار يقول لهم من بعد أنه كنا ويبيع ندى لعصابة بيع الأعضاء البشرية يقول لهم بأنه سمع بأن الانتر بوردا يقلب عليه أن كل شيء يقلب على ندى ويضع عليها الروينة وضجة كبيرة يعني سبحان الله هي بالصدفة الألطاف الإلهية كانت مع البنياء هذه الصغيرة أرسل ربيكين بجهتها صدفة هذه المرأة التي لقيتها أرى ربيه يسخر فيها وصيفتها لها سمعت صوتها ومشتعتها مقرأة بحيدة لها أعضاءها السيد لم يكن عنده فيه ننكر هذا مراريس مليشن دوه ما ننكر الكوخ دياله فيه الأطاء دياله فيه لدعين ديال نادا نادا ستتواجه بالأقوال دياله ستحكي لهم التفاصيل نادا يلقوا فيها لدعين دياله وعود المهم البنت كان خاصها يعني تدخل طبي عاجل جمعهم الأطباء كانوا مشرفين على الحالة دياله وكلهم كانوا يأكدوا بأنه مستحيل أنه شيء آدمي يدير فيها الشيء سنة تعرضت الاعتداء بشتة طرق الأعضاء ديالها كلوتها معداد مسارا كل شيء كان في حالة الاتحاف كانت مهمة فتعرض الاعتداء بشكل مستمر يجعلها بالجولة وكانت اضطر أنها تأكل من الفضلات ديالها عشاكم المهم حاولوا أنهم يقدمونها العلاجات المستعجلة الضرورية كان خاصة التعافة واحد شوية باش يقدروا أن البوليس يسولوها ويستجوبوها المهم البنت عودت لهم كل شيء وحتعل الطرق باش كان يتعدى عليها مورا مرانيس والذي يريد منكم معلومات كتر يدير اسم البنت والاسم المجرم ويدخل مواقع إسبانية يدير الترجمة ويقدر يعرف تفاصيل كتر تفاصيل التي لا نستطيع أن نهضر عليها أنها مقززة ولأن يحتالي يوتيوب يقدر يحدف الفيديو ندى عودة البوليس لك شيء كامل عودت لهم كيف حتى والديها سيفتوها معه البنت كانت تقدم مسكينة بلني سيفتوها تفوج سيفتوها تتسارى سيفتوها تدور سيفتوها تكتشف بلد جديدة وما كانتش عارفة الحقيقة أن والديها كانوا يستغلوا فيها ومسيفتوها أصلا لعصابة باش تهرب الأحجار الكريمة موراليس من اللي عودة البوليس قال لهم نسخة أخرى قال لهم بأن والدي الندى أعطوه تصريح باش يديها معاه في رحلة سياحية وقال لهم بأنها تشيرة غير تلاعب أمام السلطات أما في الواقع والديها سيفتوها معاه باش تهرب الأحجار الكريمة قال لهم أنا كدبت عليهم وقال لهم بللي را كان نتعمل واحد العصابة اللي كتخدم في هذا المجال هذا وقدر هذا النشاط هذا بالاستعانة فقط بالأطفال اللي ما كيتقلبوش في المطارات قال لهم بأن الهدف الرئيسي ديالي باش نجيب معي نادا كان هو أن نتعدع لها ونستغل لها ويبيح من بعد لايصابات ديال التجار في البشر لايصابات ديال التجار في الأعضاء البشري ما يمورها ليس اعترف الجرائم دياله كامل ما نكرت تشي هاشا قال كل شي البوليسي ولكن قال لهم بأن والدها احتهما معايا في هذه الجريمة والدها احتهما هملوا بنتهم وصفتوها معايا على أساس باش في المهربة ديال الأحجار الكريمة ومن سلطة إسبانيا مشت بعض العناصر منهم مشت البوليفيا باش يجيبوا نادا وفي تاريخ سبعة شوتمبر من عام 2013 نادا وسط المطار مطار برخاص في مادريد تم رقعت والدها كتنى من اللي شابتهم وخادك شي مسكينة فرحت بهم مشت كجري عندهم وكتعنقهم ركينا لشي في فيديوهات مهم سلطات سفتو البنت وحضار در رعاية ديال الطفولة كي نتم في برسلو شدوا والدها وبدو كيبحتوا معاها قالوا ليهم هذلك المعلومات كاملة اللي اعطا عليهم موراليس اللي قال موراليس أصلا للسلطات البوليفيا هذلك والدين نكروا قالوا احنا صفتنا بنت ناغير تفوج تسارى لأن هذا السيد كان يعمل له الدار وكان انك انتقوا فيه وكذا وكذا سيد كنا اعتبره واحد من العائلة قالوا هذلك الحجر الكريم والتريب ما تنتش على قبيل ولا قال هذلك والدين لا تقوم بها كانوا عارفوا من انه هذلك الوالدين مهمي لي هذلك الوالدين متورطي هذلك الوالدين يحاول تستغلوا بنته لأنه الدرة دي العقل لا يمكن ان يصفت بنته مع صاحبه لكي تسارك المهم بعد هذا الشهاده كامل تقدموا المحكمة ووجههم القاضي به التهم كامل هو ملقى وناقرة يقولوا احنا صفتنا بنتنا في رحلة سياحية ولكن القاضي مقتنعش من هذلك قالوا من غير المنطق انكم تصفتوا بنتكم مع واحد الراجل اللي لا تعرفوه وعاد زيد الشهادات ديالجيران ودية الناس كان واحد إنسان العنيف فكان واحد إنسان التي تنطعتها на مرته دهما ان ذلك العائلة تعيش تفكك أساغ وقعدوا ه كانوا مهمين وبما من بعد شهادات ديالجيران وهذا الشهادات اعتقد م linedp حكم عليهم خمس سنين استأنفوا الحكم وعاودوا حكم عليهم خطولهم لعامين سجنة نافذة ولكن منعوهم أنهم يوليوا تلقوا ببنتهم لا تعيش معهم بنتهم نهاية نادا بقعت فضار رعاية طفولة وكبرت فيها كان مسموع لهم أنهم يشوفوها مرة الشهر أكثر من مرة من منوها إنه والدين اللي ما يستحقوش أن يكونوا عندهم أولاد أصلا أما بالنسبة للموراليس أعطار في الجنة عن ديره تقدم المحكمة وتابعته بتهمة احتجاز اختطاف والغتصار وحكموا عليهم 17 سنة سجنة نافذة بصراحة حكم الذي كان لا يبرد في الجنة خاصوا هذا الإعدام مباشر مقارنة مع هذا المدير هذا الشيء الذي يندله الجنة مثل النية أنه يبيح الإصابة بين الأعضاء المشارية هذا الشيء بوحده خاصواه إعدام السيد المختص أصلا جوجه خوط وقضاع أعطار هذا الشيء خوطه الذي يدمه ونحمه عادي ذات بنت صغيرة تمثني مش هتعدع لها شوف 17 وقت يتعدع لها في الغربة احتجازها يتكرفس عليها وبغي عادة من بعد بيحر أعضاء عصابة التجار في أعضاء البشرية و17 عام ما كنظلش بأنها لحكم عادي ولكن هذا الشيء يتعدع لها ربما بأن البنت بنت العربية ما كانت إسبانيا ولمشي دولة أوروبية كان يمكن يكون تعامل آخر شوف كيف هتسيد هذا المجتمع المغربي لوهونا مرات من المنطقة المعروفة على الناس لها نصلاع مرهدان عروفة الشهامة والأخلاق فإن الآن تريد أن ترى كيف حارث ويقول فالأم كان تعرفين أنها تعزز سنانة وخضتها كانت ترى كيف حترة ويقول إلى من ترى أنها حكرا خاتب بنتها ويصيب تبشري ديور الأراضي هنا في كازمة هل هي عموة ومكانك اجتماعي يترى استغلال للتجاهة يمكن أن يكون مكاتب الخير إذا إذا خرجنا مضاء لعلب والعب الله رزقنا أحسن الخاتمة سألون سألن اخوتي اخواتي سلام عليكم انتمنى تكونوا بخير وارزقكم ربي تسير ومارحبا بكم معنا في قصة جديدة بلا ما نقول عليكم ندخلوا مباشرة في سرط تفاصيل جريمة اليوم القصة اليوم البطالة ديالها مغربية والاحداث ديالها وقعت في مدينة بيروت بالضبط في عام 2017 البوليس سيعتقلوا واحد سيد سميته علاء زيدون اللي كان في عمره 29 عام بتهمة القتل العامد ولكن من اللي بقى ويحقوا معاه في المدة كاملة ديالتحقيق كان ديما كينقر ويقول لهم ما شي انا اللي قتلته كان علاء ديما كيقول البوليس انا ما در التحاجة ورامنين دخلت للدار ورامنين ديالك سيد اصلا مقتله داري عياي فهم البوليس باللي ما عنده حتى علاقة بهذه الجريمة يقول له ما اودي انا رب حالي بحالكم ما عارف والو وما عندي حتى شي فكرة كيف شوقعت هذه الجريمة انا بالصح كنت مع الصب ومع الصب بزار وكنت جاي فعلا بيغين قتله حيث هذا الشخص هذا حاول يتعدى على مرتي يغتاسبها ولكن من اللي دخلت للدار اصلا طايح في الارض وغرقان في دمه وخعالة كان يقول لهم بلي انا ما قتلتوش اللي بوليس ما تيقوش هذا الهدر حيث كانوا جميع الادلة اللي في مسرح الجريمة ضده واحتمال اللي شرحوا الجوتة اللي قاو القرطاصة اللي تقتل به هاد الشخص هذا خارجه من نفس سلاح ديال الصيد اللي عنده علاقة في الدار حتى التقرير ديال الطبيب الشرعي اكد بلي هاد الشخص توفى مباشرة من بعد ما تضرب بالقرطاص باش نعرفوا التفاصيل والاسباب اللي ادىوا لهذه الجريمة هاد يرجعوا لعام 2013 كان الاب ديال علا فلح كبير ومعروف يعني كانوا لباس عليهم اباه كان عنده بزاف ديال الاراضي تزيتهم وكانوا اراضي كبيرة كانت تقدر مئات الهكتارات من اللي توفى اباه خلال له التروة كاملة له علا كان هو الولد الوحيد عند وليدي ولكن وخال الفلوس وهالتروة اللي وردتها كاملة لاباه ما خلاله شي يكون مرتاح حيث علا كانت عنده وحدة وحيمة كبيرة في وجهه اللي كانت معقدة في حياته وما مخليه شي يكون انسان جماعي تقريبا كانت مغطيه له النص في وجهه هاد يمكن مؤثر عليه بزاف ومخليه يكون انسان منطوع لرأسه لدرجة ما كانش يقدر يهضر مع التشيبنت ما كان يقدر يتعرف على التعليش وهذا شي كان مسبب له عقدة نفسية كبيرة وخلاه يقولي شخص طوائب كالاغلبية في الوقت له يدعوذو غير في الخدمة او في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي ما كانش كيدر تصويرته الحقيقية كان كيدر تصويره ديال شي حد اخر واحد منهر علا من اللي كان كيدور في فيسبوك اتفاجئ في واحد لابا الفيديو جاوب عليه لقى بنت هالك تضرمها وهذه البنت كانت سوينا بسهل يالله جاوبها علا مباشرة قتل اسمح لي اسمح لي رانا غلط رانا غلطت وصنيت لك وهي تقطع ولكن علا ما نساش هاد البنت نهائي من ذلك اللي شابها في الفيديو عجبات الواحد درجة كبيرة بقى مدة كبيرة وكيفكر غير فيها مرة مرة كيدخل بروفايل ديالها ويقلب في تصاورها يشوف المنشورات ديالها مهم تهوس بديك البنت تهوس بها مرة ويقلب في الفيس بوك ديالها لا أعرف بالله هذه البنت اسميتها إلهان في عمرها 30 عام هذه البنت كانت مغربية بقى عالاء يسول فيها يقلب عليها مرة مرة في الفيس بوك ديالها ماذا حاطة يكتب لها يشوفها بدأوا يتواصل مع بعضياتهم لمدة شهرين ديال الهضرة وهضراء تجيب هضرة تطورت علاقة بيناتهم وولات علاقتهم ومع الوقت بدأوا يتلاقوا وجوج بهم هنا عالاء ويحس بالله ما يقدرش يعيش بالعائلها قال هاد البنت هي اللي غادي نكمل معها حياتي وفعلا دك شليدها قرر علاق يتزوج بإلهان في اللول عرفها على الأم دياله مراها تصلوا بالعائلة الإلهام في المغرب بش يحددوا موعد للزواج وفعلا ديال الأمور كلها مزيان حتى العائلة ديال إلهام جاءوا للبنان بش يحضروا عرس بنتهم النهار العرس كان عالاء عرض على قعص حاب قعص حاب اللي كي يعرف كانوا معروض نتمة واحد منهم اسمته صلاح هاد صلاح كان هو عالاء أصحاب من الطوفولة كانوا يسكنوا في نفس المنطقة اللي كيسكن فيها عالاء من عند اندخل هاد صلاح هو مرته القاعة وشاف إلهام هي العروسة تصدم لقواحد المودة وهو غير كي يشوفوا واقف ما عرف وش يدخل يحضر للعرس ولا يرجع يدر من أقصب شي بحاله أنا أعرف سيكون جاكم الفضول وكي تسولوا شنو السبب اللي خلاه يتصدم خليكم تتابعوا معي تنشوفوا هلاش تصدم هاد صاحب عالاء اللي خلاه صلاح يتصدم منعرف باللي إلهام يا العروسة وأنه إلهام قبل ما تزوج بعالاء كانت عندها علاقة بصالح وهذا الشي اللي خلاه يتفاجئ ما كانت متوقع باللي إلهام ستدور الوقت وتزوج بصاحبه وهذا الشي اللي خلاه صلاح مودة وكيشوف ما مستوعبش نواقع قاعد هذه صدفة بقى مودة وهو عكي يفكر وش يقول هذا صاحبه وش يسلم عليه عادي ويدررأسه بحال ما كيعرفه اللي فكر مزيان صون المرته وقال لها خرج رياله ومشي ملي سؤولته مرته علشان خرجه من القاوة ومشي وقال لها رشته أحد السيد كين هنا ونراها لديها مشكل كبير وإذا أبقيت في هذا العرس سيقع شي صدع كبير بينه وبينه هذه ندابزه 100% لماذا سمعت مرته لها وافقت ترجع معه ومشي بحالة اللي وصل صلاح للطار صغنا للعالاء اللي أسمح لي رأنا جيت للعرس ديالك ولكن بل لي واحد السيد رأنا ما عندي معه وخفتي وقع بناتنا شي مشكل وللش يصدع في العرس ونصدقه مخسرينه وذلك الشيء لماذا أرجعت في حالي حتى تقبل العتدار ديال إذا أقول لكم كيف وقعت هذه الصدفة حتى تجمعه كامل صبروا شوي أنا سأقول لكم ماذا نوقع إلهام في عمرها 27 عام قد تعرفت على واحد السيد لبناني هذا السيد كان خدم في المغرب من بعد زوجات هيوية وداز عام على زواجهم قرر رجلها يرجع بلاده وحتى هي مشت معها اللبنان من بعد زوجهم عامين أبدوا يوقعوا بناتهم مشاكل كبير حتى وصلوا الطريق مستود وقرروا يفرتكوها وقرروا يطلقوا ولكن وخاة تطلقت إلهام بقعت مستقرة في لبنان بقعت خدمة في صالون الشهور الجميل واحد النهار من اللي كانت خارجها تقضي حوايج خاصة بلها واحد المحل يبيع الحوايج لبناني وكان ذلك المحل بين يعني في حوايج غالي ومن اللي دخلت بلها صالح غير في المحل في الأول بدأت إلهام كتبت مع صالح الهضرة وحتى صالح كدب عليها وقال لها المحل ولكن كان غير خدم فيه المهم بقعت إلهام كتدريةوية حتى تبادله النماري وغير سمعت بالله صالح هو من المحل طمعت فيه قالت مع رأسها هذه تجاجة بكامونة هذه السيد لبس عليه ونستفيد منه ماديا ودك الشيء اللي كان بقى مرة 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 كتلاقى حتى لوحد النار اللي كانت إلهام قال سمعت صالح في القهوة واحد اللحظة حز صالح التليفون وبدأك يدور في الفيسبوك وشوية شف صاحبه حط بوست بالأب توفى وكي طلب للناس بشي يدعيوا معها بالرحمة من اللي شف صالح هذا مباشرة صنع لصاحبه وعزاه في الموت من اللي سولته إلهام قلت له وشكون هذا اللي عزيته هنا بقى كي يعود لها على صاحبه قل يابل لي على لباس عليه وغير هو اللي عند وليديه يعني ديك التروه كاملا اللي عند ابا غادي ورثها غير هو ببحده من السمينة إلهام ماذا لا أدرا حطت على أفرازها وعقلت على الفيسبوك دياله وفي نفس الوقت ما بينت لصالح تحاجر خلته هكا وخلت علاقتها مرة معه طبيعة حال كان خاصة حتى تتأكد من الفاريسة ديالها التانية حتى تشد لها السنارة عادة تفرقية وصالح وبقت هكاك المدة شهرين وأخا كنت عارفة بزوج وبقت مساحبة معه ولكن إلهام اللي ما كانتش عارفة هو أنه صالح كان غير خدام في ذاك المحل ما كانش المحل دياله يعني مادة ما تصور منه حيث هو أصلا كان غير كادب عليها هنا قد نعرفه طماعة كي يقضي على بابه الكتاب دست المدة وشافت إلهام باللي صالح ما مستفداش منه ماديا ديك الساعة قررت كلاسي تبعد منه تعطيه التساع وهنا غدي تبدأ تخطط العلاء بدأت ضربة بغا تستفيد من فلوسه ولكن اللي ما كانش عارفة إلهام هو أنه صالح كان مصور وقع الأوضاع الحميمية اللي كانت بيناتهم كان خايف يوقع بيناتهم شي مشكل وتهده تقول له أنا غدي نعود كل شيء لمرتك ذاك الشعر يشدر الحتيات على رأسه صورها وكي يقول نهار تبغي تهددني لكي يدافع على رأسه ولكن عندما رأيتها تفارقت معه بلا مشاكل دابدوك الفيديوهات كاملين في واحد كارت مموار وخبّحه وكمل حياته عادي في ذلك اللحظة إلهام كانت ترسم وكتخطط العلاء كيف تطيحه في شبكة دابدوك الفيديوهات وكي تزوج به حيات كان الهدف ديالها هم الفلوس من اللي شافها صالحة تزوجته بصاحبه ما فهمه ولكن كانت تدبر رأسه هم حرين يتزوجه يدبروا على رأسهم اللي يبغوا يديروه يديروه دازل عرصة دياله على إلهام سألوه نهار غادي يعرض صالح على صاحبه مراته باش يتغده عنده في الدار على وافق على العراضة دياله دمرته بارك لهم الزواج ودرسوا بحالة ما يعرفها ولكن واخرها كذلك الوقت الكامل اللي كانوا في الدار كانت إلهام متوترة بزر وكانت بغير انت تخرجوا بشيء مات نفست ورجعت في الروح احتمشت لدارها من اللي رجعت لدارها بقعت كتسنة راجلها حتى نعس وهذه التليفون خضت من المرادية الصالح وهي سيفط له مساج وطلبت منه ما يفضحه قلت لي عندك تفضحني وتقول شي حاجة عن راجلي على العلاقة اللي كانت بنادنا جاوبها صلاح وقال ما غادي نقول تشي حاجة اصلا دكشي ننسيتو وهذيك مرحلة وداز الله يسهل عليك انت وما تدري في بالك حتى حاجة انا ما غادي نقول راجلك والو غير كوني هاني هنا إلهام عاد ارتحت عاد رجعت فيها الروح المهم في ذلك الفترة إلهام كانت عايشة مع رجلها مرتاحة ومخصها حتى شي خير حتى صلاح نسى ذلك الموضوع وبقى الحال كما هو حتى الوحد النهار سيبقى على صلاح مشكلة في الخدمة وسيخرجوه من الخدمة وبقى المدة 6 شهر وهو غير قاس في الدار وفي ذلك الفترة أتأزم ماديان الدار جداز عليه وفي ذلك الوقت لم يكن يجب ما يصرف على أولاده وبكثرة الظروف الصعيبة التي كانت كيلو زمنها أبدأك يفكر منين يجيب الفلوس وهو ضائقة به الثانية خاص وحل وفي ذلك الساعة سأضطح له إلهام في باله ليس عندها طلب منها تسلفوا الفلوس كان لها غير رجع الخدمة لي وسأردهم لك حتى إلهام لم أقل أعطيته الفلوس الذي طلبه بالزيادة لكن صلاح لم يكن بالزيادة وفي ذلك وفي ذلك الوقت أرجع مرة أخرى وطلب منها تسلفوا الفلوس أعطيته ثاني إلهام الذي يبقى ومن الذي يشف صالح يقول إلهام تعطيه الفلوس الذي يريد بسهولة أو يفكر كيف يستغلها ويأخذ منها مبالي كبار ومن الذي يبقى كل مرة يقول لها سلفيني هنا إلهام بدأت تحس براسة من الذي يستغلها هذا الشيء الذي قررت أدير حل هذا الشيء كامل من الذي يتصل بها صلاح مرة أخرى وطلب منها الفلوس أهناء إلهام رفضت قلت له ما أعطيك عاونتك جوجه مرات وعطيتك فلوس كثيرة هذا ما أعطيك ما أعطيك ماشي معقولة كل مرة ترشغ لك سلفيني سلفيني وما كتردت وانا كانت طيحن وانا كانت طبيحة وانا كانت طبيحة وانا كانت طبيحة كانت طبيحة وقلت هذا الشيء ماشي لا يوجد لا يقام ولكن أعتقد أن القضية فقط سهرة صلاح تشف قال cak ما أكدة ما ستعطينا جوابته إلهام قدت له لا أعطي الفلوس ما كان عندي ما أعطيته لك من السمع صلاح قطعه طريق عندما تصغير ونفذ ساعة قلت لها ميساج على طريق هذا الميساج كان مكتوب فيه سننصف لك واحد الفيديو في الواتساب ولكن نشاهده غير في بعضك من اللي شفت إلهم هذا الميساج توطرت بكثير وما فهمته بقيتك تقول ماذا سيكون في هذا الفيديو وغير شفت ذلك الفيديو الدنيا دارت بها ما كانت متوقعة باللي صالح كان يسجلها ذلك اللحظة لم أعرف كيف تصرف بقيت غير كاتبك لم أعرف كاتب صالح وقلت لك ماذا قلت لك هل تريد أن تضمري حياتي و تريد أن تضمري زواجي وقلت إلهم كترغبه و تطلب فيه لكي لا يورجك الفيديو الرجل وقلت لك في المقابل ستعطيه الفلوس الذي يريد ولكن قلت لك ما الذي يضمني وقلت لك من الذي تأخذ الفلوس لا ستعاود تهددني بهذه الفيديوهات قال له صالح إذا أعطيتني الفلوس أنا كان وعدك سأمسح على الفيديوهات التي لدي حتى إلهام لم يكن لديها شيئا لم يكن قدامها لم يكن لديها من غير أن تتق فيه وتعطيه لك ما الذي يريد ومقابل أخذت الكلمة لكي أمسح طلبت منه أن يعطيه قليلاً لكي توجد له المبلغ الذي يطلب وفعلاً وجدته الفلوس و أعطيتها ولكن صالح لا ستعطيه بالوعد حيث كان فيما يتحز فيما يقف على الفلوس كتبال له هي قدامه مباشرة كيهز التليفون وكيعيط لها وكيهددها هذه المدة كاملة تقلت إلهام عايشة في الرعب عايشة في ضغط كبير لم يبقى مرتاحة في حياتها كل نار تقول اليوم سيصيفة الرجلي هذا الفيديو سيصيفة في طوم أو تعيشة حياتها مع الدباء خافت تخسر رجلها لكي تتعطيه مكان يطلب منها صالح الفلوس كتعطيه وكتطر تكذب على رجلها كتقول له قبل وكيهددها 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 بقيت إلهام على هذا الحل مدة أشهر طويلة حتى ولدت ولدها الأول من اللي ولدت عاد ماذا درجة لها تتعلق بها بزيادة فولاد إلهام هي الضوء الذي يشوف به وهي الضوء عويناته وكتطلب منه الفلوس كان يوفرها لها ما طلبت هنا إلهام ستبدأ تفكر بشي حل يخليها تهنى من صالح في مرة ستتفكر مع رأسها قلت إلهام عالاء أو بحل الخاتم في يدي وأي حاجة نقولها له سوف يديرها بلا ما يفكر هذا الشيء اللي يخليها تفكر في واحد الخطة جهنمية كانت بصح خطة شيطانية صنت إلهام الصالح وطلبت منه يتلقى بها قلت له أنا بصح مليت من هذا الاستغلال الذي تدير لي أنا فكرت مزيان ولقيت حل هذا الشيء كامل أنا عارفك مدة طويلة وانت قاسم الخدمة أشنو بلك نعطيك فلوس كثيرة اللي تقدر تفتح بها مشروع ولكن في المقابل تعطيني الفيديوهات كاملين وتواعدني باش مع عمرك تعاود تطلب مني الفلوس نسمع صالح القادية فيها فلوس كثيرة وغادي تهنى من كل شيء وافق على العرض وهي كانت مبلانية لحاجة أخرى حيث من الأول زوجت على غير على الطمع ماشي حيث تبغيه كل هدف ديالها هو الفلوس دياله خصوصا من اللي عارفت باللي الأب دياله مات وخلاله طروة كبيرة هو الولد الوحيد وهذا ما يجعلها تتجوج به تستافد من فلوسه من اللي ولدته شفت صالح غير ما كيزيد يستغل لها في ذلك الفيديوهات ولا تخايفه يجي شنهار يغضرها ويستفتراج لها ذلك الفيديوهات كاملة ذلك شيء من بعد ما فكرت مع رأسها مزيد قررت ضرب عصفورين بحجر واحد قالت الصالح سيما نجاية أراج ليه غادي يكون خدام في الليل ومن اللي نصوني لك أجي عندي لكي نعطيك الفلوس وهذا ما لك من بعد هذه السمانة اتصلت به إلهام وقالت له أجي عندي مع الحضاش ديالله وسيتجاني موجز ذلك الفلوس كاملة فعلا جاء صلاح عند هذا الدار غير دخل قلت له تسنني في الصلاح أنه سنتدخل البيت لكي نجيبك فلوس لكن إلهام لم يجيب له الفلوس دخلت البيت وصنات البوليس قلت لهم بالصحة براجلة جاء الدار بغاية تهجم عليها في داري بقى صلاح تسننها تقريبا 11 طقائق من اللي خرجت إلهام من البيت كانت مخرجة في ديال السلاح ديال الصيد السلاح اللي بسميه تراجلها مباشرة بلا كلام تيرات فيه جوج قرطاصة تطح الأرض إلهام نفدت الخطة ديالها اللي عاون إلهام أنها تنفد الخطة ديالها هو ديك الليلة ما كانش راجلها في الطال وحتى الخدامة من اللي موالفين يخدمون عندهم في الفيرمة كان راجلها أداهم يخدمون في فيرمة أخرى هي عارفة تختار الوقت بالضبط اللي تنفد فيها الخطة ديالها من اللي تأكدت باللي صلاح مات هزت تليفون دياله وخبعته باش البوليس ما يدقوه وما يعرفوش باللي هي اللي اتصلت به وما يدقوهش أصلاً حتى الميساجات اللي كانوا بيناته من اللي سادت مسحة قائل أدلة اللي كانوا في تليفون واحدة السلح اللي قتلت به صلاح مسحة منه البصمات ديالها ما خلت مراها تشيد عليها من اللي سادت هذا الشيء كامل عاية تطل راجلها عاية تلوية كاتبكي قلت له تقنية ضغية صلاح بغاية تعدى عليها في الضار طبيعة الحال أي راجل سيسمح حد الهضرة سيجي طير سيسمح في كل شيء ويعي يمشي يجري للدار دياله في الضار سيجي صلاح طايع في الأرض وأمراته لا يوجد في الضار نهائية ذلك اللحظة على مفهم يجب أن يصون المرط لكي يعرف منها ما هو واقع ولكن يجب أن تليفون لها طافي واحد يبانون البوليس واقفا في الفيرما يدخل البوليس إلى الضار مباشرة أعتقله وخي عيما يقول لهم أنا مدر التحاجة ليس أنا الذي قتلته يقول له يبدأ بالتحقيق وذلك سيجي قتلته من بعد السلاح وحرزوه من اللي بقوا يحقوا معه يسولوه ما هذا السلاح هذا يجلبهم علىه وقال لهم طبعا عندي هذا السلاح هذا هذا كان يستعملوه غير في الصيد وعندي الترخيص دياله وخالبوليس كانوا يضغطوا عليه لكي يعرفوا ما تحترسه ولكن كان على شد فضرته ودائما يقول لهم أنا ما قتلته ولكن المشكلة هنا هو جميع الأدلة كانت ضده أول حاجة إلهمت تصلت بهم وقال لهم من اللي صاحب راجلي تهجم عليه ثاني حاجة فاش قلبوا التليفون دياله وقلوا إليها سيفتطلوا ميساج كي تقول فيه أجيع تقنيره صالح كي تعدى عليها ولكن الدليل القوي اللي كان ضده هو فاش خرج تقنيره الطبيب الشرعي وأكد باللي القرطسات اللي خرجوا من اللي قتلوا السيد را خرجوا من السلاح دياله هالدليل كان كافي باش يوجهوا له تهمات القتل وحتفش كانوا يحقوا مع إلهام قد لهم أنا اللي كان عارف على صلاح هو صاحب راجلي من الصغر عندك الشيء من اللي جاء استقبلته في الدار ولكن من اللي بدك يقول لي الشيء هاد رمشي هذه منفاعلت عليه وخفت لي دير لي شيء ودخلت لبيت ديالي وسديت علي ومن اللي حسيت بهم شب حاله هزيت ولدي ومشيت الضار حيث ما قديش نبات بوحده في الدار واحترى راجلي كان خدام دياله هذا الشيء اللي وقع كانت إلهام عارفة شنو كدير مزيان حيث في الفترة دياله كانت تحقق كاملة كانت تقول له هادرة واحدة وخي ضغطوا عليها كانت متبتة في نفس الهادرة هذا الشيء اللي لا هو المتهم الواحد في هذه الجريمة من اللي حاولون المحكامة المحاكمة دياله كاملة كان فيها كين قرد ويقولون أنا ما قتلتوش ولكن من يقولون القاعدة كيفاش حتى تقتب القردس اللي كان في سلاح ديالك ما يلقبش يجاب ما عمره فكره ولا جات في باله بللي مرته أم والده هي اللي غادة تكون قتلته ولا تكون خطط لتشيء كامل خصوصا أن مع عمره وقع بيناتهم شي مشكي حتى إلهام بشتبعت الشبوهات عليها كانت تكتمت ديما دور البارئة كانت تغوت في المحكامة بحليل غادة تحماق على رجلها لدرجات عينته ثلاثة ديال المحامة غير بشتبان بأنها مضامنة مع رجلها كي للأسف القادح كم الاعلى بخمسة وعشرين عام ديال الحبس وهذا الشيء كامل الذي خطط له إلهام والذي يريد توصل له مالذي تدرجات لها في الحبس؟ قلت تهنيت منه لعمر كامل وحتى صلاح اللي كانت خايفة منه يفضحها انتهنت منه وصفتاته للقبع والتي هي الواحدة التي تتصرف تدرجات لها كاملة الفيلمات والأملكة والمعاملات وكل وكيف يشع درجة هذه الظروف الحبس هذه الظروف الحبس لم يكن يخطي أنه يقع حيث الله لا يريد الظلم من بعد أن تتعامل عن الجريمة سيكون الحقيقة وفي النهار مرت صالح ستجد كارت ميموار في البزطان كانت من رجلها وذلك البزطان كانت من رجلها مخبعا جيدا ومعرفة ماذا كانت من كارت ميموار ومن المرأت ومن المرأت تصدمت ومن المرأت من رجلها كان يخونها مع إلهام وكانت تجد وكانت تجد بناتهم حيث صالح كان يأخذ الفلوس وعند إلهام وعود يهددها بها من المرأت من المرأت كامل قبل أن تفكر مباشرة لكي تكون حبس وعودت له كل شيء قالت له أنا وإياك نظاحية الخيانة أنا راجلي وانت مرأت لك ساعة أبدأ يستوعب أعرف من المرأت هي المرأت من المرأت طلب منها تمشي عند المحامة وتعطيه تسجيلات الفيديوهات والأوديوهات وحتى المكالمات كانوا بناتها لكي تعطيتهم ويعود لطلب الاستيناف حيث عنده أدلة جديدة وعيد تفتح القضية من جديد أي تعاود تفتح التحقيق من اللي البوليس واجهوا إلهم بهذه الفيديوهات كاملا في اللون نقرت قالت لي هم أنا مدد تحاجة صالح اللي بغيت عدى عليها ولكن من لي زيروهم زيان غادي تنهار وتعترف ليهم بكل شيء وباللي هي اللي خطط لهذا الشيء كامل وهي اللي نفذت الجريمة وهي اللي قتلت هالشي اللي غادي يخلي عالاء يخرج بالبراءة ويتحكم على إلهم بالمؤبد هنا وصلنا النهاية القضية ديها النصيحة ديها اليوم أخطاء الماديرك غادي يتخلصها اليوم ولا غدة نزوها عابرة كتبقى تخلص ضاربة ديها حياتك كاملة وتقدر هي اللي يديك للحبس فين تضرب العدس والصوبة حياتك كاملة ولا يديك للقبر فين تأشي عليك الدود وتلقى ناكير ومونكير كيتسنوك في الدورة يبقى عليك بمن ربك ويجبد معك حتى يتقرق بوثنانك المهم الله يكتب علينا ما كاتب الخير والله يخرجنا مدار العيب بلعيب ويرزقنا حسن الخاتمة ويجعل أخرنا حسن الأول ويجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم أخوتي أخواتتي دوزوا بخير ونتلقوا بالدرجة الله في نفس الموعي تحلق أخوتي أخواتتي السلام عليكم في عمارة من العمارة ديال الساكل الاقتصادي واحد السيدة هابطة مع الدروش وصلت للطبقة الثانية لقيت واحد البرطمة الباب ديالها محلول نص حلق عمارة عينيها كيبانوا لها جوج الرجلين حفيانا ممدودا ومغطوصا في الدم اللي معمر السيجور كان وصلت للباب كيبان لها أثار ديال الصباط خارج من الدار أثار مرسوما حمر بالدم اللي هزن في السوميلة دوك الأثار هابطة مع الدروش تم حست ان القادية حامضة في ديك البرطمة تقابلت مع الباب بالفضول اللي اعطاها الله دفعت الباب بالمرفق ديالها حتى تلطم على الحيط خدمت مطورت حتى ما بغاش تخلي البصمة ديال يديها في الباب وقفت في الباب فات حرج ليها باش ما تقيش دوك الزطمات الحومة تم باليها المشهد كامل جتة ديال الراجل وجتة ديال المرة في الواسطة ديال البدار هبطت كالجري وراد ديال بال مع الزطمات ديال البدم لان الزطمات لها الطنتل تحت ديال خيينة او خيتي اللي خرج من البرطمة اللي هي مصرح الجريمة هاد المرة مطورة ما تهزت ما تفعفت باينة الشخصية عندها قوية ما تحركت فيها تشعرة وكاد تفكر انها ما تخصرش مصرح الجريمة ووصلت عدمول الحانود الحانود ديال اللي حيتمه لقيته كيس تفل خبز اللي حطوله من واحد السيكانس محمد خلي ذاك الشي جري جري جلي مصيبة واقحة في دوزيا جوج مقتولي وغارق في دمائيته محمد عايت على البوليس عايت على البوليس ومحمد وصمه للخبز قال له اربط معك الباد انا جاي وطالع يا ربي السلام يا ربي السلام يا ربي تلطف بما جرت به المقاعد يا ربي تلطف يا ربي وصل البرطمة ونبهت في المرة قلت له عندك زط مات ما تقصمش وقف في الباب شتت تليفون دياله وكي ترعد هو يتشتت طاح له التليفون فلت له من يديه واحد نوكيا شتت البيتريب بجيه تفرقت قال لها عايت انت يا الله خديجة عايت انت كانت تقول له شنو عنده تسعتاش اللي كيقول لها لا دير مية وتسعتاش هالو السلام معيكم الشرطة حسيدي ركينا واحد جوج مقتولين في العمارة السبعة لها الساكر الاقتصادي الفلاني لما انتكرو اسميديو قال لها واش لحده الشاطو ايه حسيدي لحده الشاطو شوية خلطوا البوليس بوليس الشرطة العدمية الشرطات التقنية صحاب مسرحة الجريمة طوقوا قدام العمارة دالوا الباريار بعيد شوية لحقاش الناس بتل هنا بجوق قوى اللغط وقوى الهاراش المعينة الاولية كتقول كتقول لك مقتول راجل ومرة الراجل مضروب بزاف ديال الدرباس فكر شو وظهروا وعنقوا المرة مقطوع لها راسها وما كانش الراس في مسرحة الجريمة يعني اللي قتلها تدرس معها الزراس ديال القتيلة والدهبح والتاحجة ما مسروقها من الدرب اذا شو كون قتل هاد الناس هاد المرة وهذا الراجل شو كون قتلهم وعليش قتلهم وشنو الدافع ديال الجريمة مدام ما كيناس صالقة وعليش الراجل مضروب غير بالموس والمرة مقطوع لها راسها كامل علاش القتل ديالها ما كانش كافي والقاتل الدراس معها فاش غادي يحتاج راسها جريمة معقدة ومشربكة والقاتل ما غادنش تعرفوه مسهولة وكيف العادة كتبوا لينا في التعليقات ديالكم اينا دقيقة في الفيديو تعرفتوا اعلام الفعلة بقوا معنا وركزوا مزيان في القصة كل التفاصيل مهمة باش تسهل عليكم انكم تكشفوا الخيوط اللي عديكم مباشرة للمجرم والدوافع دياله احتدار هاد الفعل الاجرامي الشهد بقوا معنا بعد الفاصل سنواسل اصحاب مصرح الجريمة كي يجمعوا للمجرم البرتمة ومن الضروج ومن الباب الكبير خصوصا البصمات والزطمات ديال السبات اللي داروا لهم القالب ديال البرس وسط البرتمة كي ينسيجور في جوج فضويات واحد طابلة وسطهم ديال الطابلة فوقها واحد البقايا ديال الدجاج محمد شوية الفريت واحد طبصيل وحداه السلوفان وقرعة ديال المونادة وجوج كيسا باين الماكلة امبورت كان فوق الطابلة واحد الساك ديال الكاغير مطبوعة فيه اسم الماحل اللي تشرا منه شنو مكتوب دجاج الفاصول الاربعة الموكت الموكت اللي فوق ديال الطابلة مخصر مرون كي يبان انه كانت معركة في ديالك الاربعة في الجنب ديال الموكت طايح الراجل مكمش ركبته اللاسقة في صدره باين من اللي كليل ضربات بالموس تجمع وبقى يتوجع ومن اللي يسلم من روح بقى في داك الوضع مجموعة مكمش ستة ديال الضربات بالموس جوج منهم قاتلة هي الضربة اللي جات للعنق والضربة اللي جات في الجنب جهة الكلواء ضربة الاخرين في اليدين والرجلي باين كان يطاكبهم ويعرضهم على رأسهم اللي كان الاخر يشير عليه خداول البزطان اللي في الجيب الوراني ديال مقاتي الجيب ديال لابس واحد السروال ديال الجين الزمن من البزطان البزطان ما شنو فيه فيه كارد قيشي البيرمي ولا كارد واحد السلاف ريال وشي سريف وكينا في داك البزطان واحد صغيرة ديال واحد البنية صغيرة غالباً هتكون بنتم عنده واحد تليفون ماركة أوبو قلبه لكار اسميه اسميته راشيد طالال سبعة وثلاثين عام فرملي في السبيطار ديال واحد لحومة الشعبية السبيطار ديال هاد المدينة هادي بلا ما نسميوها من المدن اللي فيهم الكابلاش السيدة نطلقه قخيط وفيها اثار ديال الزطمات ديال نفس الرشمة ديال السباط واحد بحال لها داك بروتكال دوكس الرشمة اللي كينا في الدوج هي النيت اللي كينا في القاتل الزطماء في الكمة ديال القاميجة وما فيها تضربة بالموس القاتل غالبا كان زاطم عليها على رجليها ويديها من اللي تكاها باش يسهل عليه التدبع والتقطاع ديال الرأس البرتما ما تسرقش وما فيها ما يتساق كينا غير جوج فوتوياس وطويبلا وموكات راشي في الدخلة وفي القنت طايح واحد بورتابل سامسونج من دوك رخاص قاعد تريند الكوزينة فيها اللي لجا صغيرة ووحد الفورن ومكينة الصابور ديال الميكة من دوك رخاص بيت الاخر في واحد النموسية وكوافة صغيرة بالمراية ديالها يعني بورتما ديال المساكن ديال التخيام ديال الناس الدروش الكنسيرج فينا هو العمارة ما عندها وبين ذاك شي عامل الفوضى اللي كانت لنا حتى الدو ديال الدروش مكينش وكل شي قاعد سكون مخرجا الروينة قدام الباب قدام باب ديال قطمة مروونة الدنيا اللي حاط صباب اللي حاط بيكالا اللي حاط مششي ديال الدراية الصغيرة مهم الروينة سولو ملحانوت وشكتعرف هاد سيد الفلاكارت القاتل لا سيد نعمر يشتو هاد في السيكتور والعمارة فيها بزاف ديال بارطمات خويف وكين بارطمات لي الله تكراو وكين اللي كيت تكراو بالنهار ومالين الدور الأصلي نقلال فزحي واللي بغيتو يعطيك بالخباب راه هو العساس العساس راه ديال باركينج جيبوا سيد العساس انت العساس ديال لي وراد النهار انا ديالي نعمس وديال النهار راه هو له قدام لك الشبكة ديال البوطات مع السبعة كيشد هو علي السربيس وكين مشي بحاليا الناس ولكن من لي وقعت هاد الموصيبة ما بقى ناس شكون ساكن في البرطمة اربعة بس يديموا لها خدان في الكناز وكيجي لها غير في الصيف ولاشي مرات في العطار وعاطينا السورت قال لي يدبر لي الشاري صلعت له فراسه وقال لي فقني منها وندبر عليك مزيان ايه وشكون هادا اللي تصاب مقتول فيه اغير كليان نعمس اعيط لي في ابيتو قال لي بغيت نكري شي بارتما ارخيوية وكريت له ومشي شي ثامان اربعة عالف ريال الليلة لقيت ما عطيته السورتات قالت لقط واحد شوية دي لطرفة الخمس قال له البوس انا نوريك طرفة الخمس بها يخرج طرفة الخمس انا نوريك ديوض خينا جيبوه الجوتات بجوج تهزو المستودع الاموات طبيب الشرعي بدا خدان فيهم باش يوجد تقرير ديالو الهوية دي الراجل معروفة شو ديرك العنوان ديالو لقاوا بان هذا الراجل السيدي مجووش وعنده بنية عندها خمس سنين هي اللي صورة ديالها لقاوها في البزطان ديالو مرتهم الليل عودوا لهاش نوترا قتلهم رجلي خالش شويري من بكري الله يسمح له راه ددقته وهدي في عينه كطرة العيالات اللي اللي كيجيو يديوه في سبيطار سبيطار ديال المخزن ثمه كيطلق عينه وكيلوح الشبكة ديالو يا صابت يا خابت المهم كل واحد كيخلص ربيع لك ابنيته انا كديره مع هالنية هالوجه هاد المليكة زيدها بنتي له زيد 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 كتدر معها بنتي قولينها ما زيد شو كون هاتي اللي يلقوه مع هامك سورة هو كايه يكتبو كيشوف فيه كي دراسه غامسمحة اللي يلقوها زوينة صغيرة هزاينو خنزرة فيها هي تقطع الحس قلها الناس في الناس والقارعة فمشيت الرأس المرأة رأسها مقطعه هي كتسول زوينة ولا خايفة قلت طمأن على الدوق دياله بو عيالات دي راجلها هاد شي موقح الضاحية ما تعرفتش شكوها مهزة معها تحجب اللي يكتدل عن الهوية دياله حتى الساك اللي يكيهزو العيالات ما كانش في مصرح الجارية ما يمكنش مرأة تكون خارجة في موعد من هاد النوع وما يكونش عندها الساك غريب هذا القضية ولا معلومة البوليس بدوك يقلبوا شكون في هاد المدينة سجل في هاد اليومين مذكرة بحث لفائدة العائلة وتكون فيها المختفية انت شنلقاوا؟ ثلاثة اللي سجلوا مذكرة بحث لفائدة العائلة بنت مفقودة عندها خمس سنين ومرأة شبانية فوكستيل ومرأة في مقتبل العمر يعني في منتصف العشرينات هذه هي اللي دوروا عليها بالحمر على الشابة الاحتمال كبير تكون هي المقتولة شنلقوا اسميها؟ ساميرا الصالحي ساميرا الصالحي خدمتها عاملة فلاحية في الضيعات ديال الفريس ساميرا مرأة عازمة وخاهكك هذا مجرد احتمال لا يمكن تكون ماشيهية المعنية بالامر حيث ربما تكون القاتلة جاءت من مدينة اخرى ماهت السيد من اللي يخرجوا الباصمات كي اكدوا ان القاتلة فعلا هي ساميرا الصالحي العنوان اللي كان في قاعدة البيانات اللي مع الباصمات هو نفس العنوان اللي قدمت السيدة اللي جات باش تدير بحث عن مختفي لفائدات العائلة خلطوا علي هالدار في ذاك العنوان انتي ملدار؟ ايه يا سيدي شكونك يعيش معك هنا ايه؟ بنتي وولدي وراجلي فين هي بنتك؟ فين هو والدك؟ فين هو راجلك؟ واللي اسيدي مسافر كثرة دابة من ثلاثة السيمانات وهو مسافر وبنتي هذه ثلثيين ما بانت وراني ديكلاريت في الكم يساري وراجلي ها هو شد الركنة مريد ولازم كان نخرجوه غير العتبة يتشمش ورجعه للدار كان ندخلوه ونخرجوه مطاطشينو اكوال وباساسيدي امدرا كان شي خبار على الدرية خلط علينا الكوميسارية وتعرفي يمكن كان شي خبار عليها تبعتهم هزوها والدوها المستودع الاموات عرّاوليها غير جهة الرجلين غير شافتهم صخفت وبدأت كتغوض ورجلين بنيتي يهدوا انا اللي سابغا ادفالها بيدي وهيان يريد زونيه بنيتي وسامير يا بنتي وكويت وكنتي قاعد تقول لي واش كون عاي تطلع ليه واش كون عاي يخدم عليها من غيرك وابنيتي يا بنيتي خرجوها جروها يكذروا بفراسها وكتندف حناك عزاوها صبروها وخلاوها حتى بردث عادي بدأوا معها يستجوبوها ويستنطقوها في ملكة شكية لنا هذي عادقة ولدهنية ما يكونها هو اللي يرزاني في بنيتي ما كينش من غيره شو كون هذي ولدهنية جارنا هذي سيد من اللي البنت كبرت وعطت العين ويتابحها ما خلها تكمل قرايتها ما بعد منها كان دائما يتعرض لها خرجناها من من المدرسة على ودهن خفنا لا يدير فيها شيء مصيبة هاي تلاقيها يقول لها ما عمرك عاد تكونين شيء واحد من غيري واللي قرب ليك نقتله ونقتلكم قتراسة ومن اللي يرزم بها نامستي وخرج التخدم علينا بخوها بيدو كيديها تل ترونسبور وكيجيبها باش هاد خينة ما يتعرض لها ترونسبور اللي كيديه من الفريس كيوصلها تل عندو وكي من كيجي كيجيبها هاد الايام بده كيوصلها واحد موظف هاد موظف سبيطة كيوصلها مره 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 بالطموبي منتم وهادو دهنيا جاعر وبعض المرات كيسكل ويبدي هارسلين على الباب ديالده قلها البوليسي وصع صع هذا كييهجم عليكم خوها شكا يدير ديكسة واحتاولينا وحدان يا تاسيد عاد صار علينا عاد ما جاعر مره ما بقى كيلقلي كالي ما بقى يلقلي وقف وجهه والراجل عندي ارازم مكيهش مكينش ولدك فين ولا الله؟ ولدي اسيدي فمكناس واش خدامتم؟ لا اسيدي كيكون عام على المحسينين كيقولوا ما راه كيخرج هادوك الناس فسبيل الله كيوريوا الناس طريق الله كيدير الآزر اسيد والله اعلم من فوك شو غايب؟ واذا باشي تتتسي ما لا تسيد وبعض المرات يجب دعليها تشهر بعض المرات شهرين البوليس يقل لها قاعمة بنت لو طريق الله في هاد الحومة هذي وين ساعة هاد ساعة هاد المحيي عليكم هاد ودهنية النهي عن المنكرة غاية احدة هلاش عيمشي الاهتال بكناس جيبوا لينا هاد ساعة ساعة جيبوا جيبوا هاد الباربو دي الودهنية بشاول الحومة ما ينطوه جابوا باينا فيه حباس من وجوه العادلة لقوه كايف تخفو هاد الجوان في راس الدرق واحد تحسينة ديال الحباسة اها شافهم الفضي يديه ما عند دياله واش شاف ما عند دياله البوليسيك يقول له اه غاية 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 نصابك وجهتك عبس الجوان زاد معنا زاد احني 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 راسك احني دفعوا وسطه موبي احيدوا له تليفون هزدو دك تليفون دياله دفعوها للشرطة التقنية باش تدير خدمتها وتوجد تقرير دياله اللي اصلا كانت بادية كانت بادية ديال الخبرة على التليفونات تليفونات كامل اللي تلقاوا في مسرح الجريمة عند ضحايا تلقاوا شوش تليفونات اوبو وقلنا دك تريند ديال الدرية وده بتزاد عليهم التليفون ديال السعزة قلبوا الاتصالات والمساجات اللي كاينة سواء لا العادين ولا ديال الواتساب درية عاية تتلهمها خمسة ديال المرات نبيل العشرة ديال الليل واتناش دليل نهار الجريمة بالضبط راشيد اللي تختل معها معيط لها جوجد المرات قبل تسعد دليل اوديوات في الواتساب كيتعنب عليها فيهم دك الشمكار ديال الواتساب ورسل لها شيء اغاني ديال الواي واي وشي اوديوات كيهدد وكيقولوا الله سنقلت لك انت ودك تطبيع دار عليها طابل يوتيوب بحل موال سايكو والله هما بعد منك سنصفي له حريرته موام عامرة هديدة البصمة اللي تلقوا في البارتما غير ديال الجوج الضحايا وديال دك العساس ديال باركينج اللي كرى لهم هدهو ما البصمة اللي كهين ديال ثلاث هاد الناس موال الدار استدعاوه حقه معاه بان ان ما عنده علاقة بالجريمة وما عنده علم ان العساس كيكري البارتما النهار عصرهم زيان تهموه باعداد وكر الدعارة تسهيل الفساد في الشقة المفروشة دياله السيد كيحلفو كيعطى لقلبه ما ينفعوه حلفوه المسؤولية التقصيرية عنده قاعد وكالات العقارية الرسمية والسماصرية اللي بوراقعهم ملقاهوش مش عال هاد العساس ديال باركينج هلاش عاطل العساس سورت ويحمد الله هاد العساس ما نكرش اما اكون مساحل وكل شيف دهره العساس كيقول مول الدوار مفرس والو الحق حق انا كان بغي ندبر على نصير ايف الشيطان وضل الحرام اغواني ممكن تكون هانية راها هانية من اللي طاحت الروح فك هاي من وحلتها وماشي غير الروح جوج رواح وده با سيمول الدار حصلة وفراسها بصلا والدانية بقاوك يتسراحوا عليه البوليس كل شوية يجي حقق معه واحد ما كيخليوش يتنفس ما كيخليوش ناس نضغطوا عليهم زيان باش ديكتا حراميات والكدوب ينقصوا شوية قاسمهم وكيجمع يقول لهم او الله اشف مانا واو الله مقتل شي واحد الوقت هديد اللي كينا في التليفون وبالصوت ديالك انا القتل ساميرا ممكن شاشا اه فاكم خليوني الناس ها شوية ها شوية كوميسرية لا لارد وما كانش الناس لا ليل لا نهار الناس نحنا باش نعستان الصحافة ردتها قضية رائعة تليفونات تحركوا والضغط وقاع الضباط اللي شد القضية شي شد مول الدار كيحقق معه شي شد والدهنية شي شد العساس شي شد الجيران قاعد بيستاس خدام والشرطة العلمية والتقنية راها خدامت واحد السيد من الجيران قال لهم ميقات الفجر شد واحد مونامي واحد العزوة خارج كي يجري من ذيك العمارة اللي وقعت فيها الجريمة كي يجري ومخلوع وكيتلفت مورة ديكستا مش هوجابه العساس ها شكا تقول فهذه المعلومات اس غسل عساس قيل لك العزوة خارج منت انت شكا تدير انت انت اول عساس اذا ما مش تي والو والله مش تي حاجة نعمس قيل مرة مرة كان مش ينضرب طالة مور العمارة على حسب دوك طبو بيلات طبو بيلات اللي مور العمارة كي يدوروا معايا مواليهم مرة مرة كرمي عين وربما في ذيك الوقت خرج هو ولكن مونامي را معروف والناس قاع كيعرفوه هنا يا يوسوفو وانا اللي كنخلي هنا عسل ما تحط روج ديك العمارة خصوصا هات الايام ديال بردو الصمر كي يبقى فيها كنكلو دير كريطان تكسما وحتى الناس مسانسا معاه كيتسخر ليهم وكيتهلوا فيه ونهار الجمعة كيعطاوه كسكسو وراه وله واحد منا في كي يكون هات يوسوفو هادا فعل قاوه اوسي ديمدك النهار اللي وقعت الجريمة اما اتظهر هنا يا بوليس قالوا له ما عندك شي صورة ديالو اه بلاتي نعمس فهي تصورته مع واحد القصعة ديالكسكسو اخذوا البوليس الصورة من تليفون ديالعساس وعمو مذكرة بحث في قاع المراكز خصنا هاد خينا ايجي هاد خينا كان فوق الارض جيبوه كان تحت الارض حضروه المهم ايجيوه بس البوليس نغدليه مع جويه الجوج ديالنها وكتسمع كل شي ناجطه فرحان والضحوكات اه الحمدلله تفكت الله فهه اعتارف ودهنية اعتارف انه هو اللي اقتل وها الاعتراف ديالو كامل موقع تصلوا فرحان بالنية والعامة وما سيدي السيسبت نميرو اين اعتارف اعتارف وما سيجدنا الاعتراف ديالو قاعدة قل يون فين الراس ديال الضحية قل لي مجرش نعمس اكملوا خدمتكم اعتراف را ما كيفش خاص يورينا سلاح ديال الجريمة والراس المقطع فين دالو عاود مشوجه بقول دهنية من العجز وش خيروك يتسمع من برا يومين من عاش او في الراس المقطع ودهنية وعينيه كيطايح وكيقمع كيطايح وعينيه ابو احدهم وفشلال وشدوا البوليسي منكشافوا باش يبقى قاس فوق الكرسي وما يطايح لهم مشتم الراسة ودهنية اه شنو شنو الراس ديال الساميرة فين دلت راسها وفين الجنوي اللي دبيحتيها بيها الراس رميتو في البرقاسة رميتو نعمسي في البرقاسة اينا برقاسة البرقاسة ديال زبال ديال الحومة وكو رميتو كانوا عيلقوهما لينزبال وفين درتي الراسة والدهنية ازده فق فق معانا الله ينعلم مكتاسينا وفق معانا ولا حسبك سنانك ما قالكش نعرس فين درتي هنعمسي وقيل هرميتو في الظرف ردو الكلب ردو الكلب الحجز بدو الحجز تم كل شي راب بدو كيشكوا في الاعتراف ديال اضخينا اعطار فابشي نعس هيدا لي هيدا اده ما اعتراف ما هو عفوان ديك الفرحة اللي فرحوا البوليس كلها ولا تغديد تقالوا صافي بالقاتل وعدت تتلفر ومشي وارتحوا مع راسنا وهلا كنوالو ودكش لش كدار اعادة تمثيل الجريمة حيتي لما كانش دك المشدود هو القاتل الحقيقي مك يقدرش يجيب التفاصيل مطابقة لدكش اللي جابه التقريدية الطبيب الشرعي شعر موعد كيقولك هاش عاي ديروا هاد دميس دياله هاش كيمثلوا الجريمة والسيد معتراف راسا في هاش قدار هات اعادة تمثيل الجريمة هالقارا كيكون فيها استفزاز ديال الناس تمول الجريمة كيكون باقي رافرس خونه وكيخرجوه قدام الناس وما دا معتراف ما عدا تدور هات تمثيل الجريمة هان لا سيد عند هادا دايل هوا والدهنية معتراف ماللي اللي حقوا معه في نوع الرأس وفي نوع المو سبقا كي يتفتن او اعترف خمشي مدنب خاصو عين عز ومدام ما قدارش يوري في نية الكومالة ديال الجوتة في نوع الرأس المقطوع في داره وفي نية عادة الجريمة في خباه ما كينتاحه مراد الافير دازت وحد 24 ساعة الاعتراف ديال ودهنية ما كلا والو ما صالحش دازت 24 ساعة هم يشدوا العزوة يوسوفو الافريكانو موناميتشت فين تلقاه كي يسعف واحد سطوب قبصوا عليه جابوا الكوميسارية ضابط قلهم شدينه والحرام في سطوب خدامك يقول شي صاداكا شي صاداكا حام والديك قلت الروح وقال شي صاداكا شي صاداكا في سطوب قلسوه ابدو معها شوية بالفرانسي شوية بواحد داريجة مهرسة مدق دقاء ولكن باين عليه قديم في المغرب بززاف كيقدر يتواصل بالداريجة ممكن تفهموه ضغياء قاو السينيقالي داخل المغرب من الموريطانيا مش حال هادي كثير من سنين هو من الحراجة اللي كيبقوا تالفين في المدن دي المغرب مرة مرة كيطلع 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 السبتولة مليليا كيحاول يسلت كي تشد كيوه يرجع تاني المدن دي للداخل ويعاود كل مرة كل مرة يحاول تكت تدق له يحرك قالوا له يوسفو الكاميرا شدك وشدك هارب من العمارة في الفجر نهار طاحود وكجروا واحد في البارت ما رقم ربعة وهي رمكينة الكاميرا الأول ها الكاميرا البشرية شافوا غير واحد خينة ولكنكو قالوا له راه شافك ها واحد هو اللي يشاهد فيك يقدر يضربها بناكرة هادرة قبلة هادرة 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 اللي شافوا ما هادرة يوسفو هادرة اجداله قالوا ندوخوه بقادية الكاميرا مع دومينكو وفينا نصدقت تفاجئ بدأ مباشرة في الاعتراف شفت اللي كتب سمعت درديك فقت شوية شفت واحد لحيا كيجري في الدروج وكيخشي شي حاجة في ميكا وفي الدجنوية كبيرة هادشي كيقول شوية بالعربية شوية بفرنسي الدجنوية كبيرة خرج من الباب ومشا كيجري الخرجة واحد جوز دكايك تبعتو باش ما يشوفنيش ايلا شفني ارجع لي يقصني شنو كاللابس هادخينها كاللابس واحد كبوت وسروات ديالو امبير مياك لونها زرق كسوة ديالشتا وكان فرجليه واحد بروتكال وليش انت من ذاك النهار اللي وقعت الحديثة ما رجعت للسيكتور اصيدي انا ماشي ود البلاد وهذا تسمى فيا ذاك الشعلة شربت وما رجعتش للهناية يوسفو كيقول لك شي لحية كان هو لابس انبير مياب لموسخ شو عشي عدب شي حاجة في الميكة شكون هادخينة مو اللحية شكون هادا اللي لابس انبير مياب وش يوسفو كيقول صح ولا يطلقها على المحقق شوية واحد ضابط قافز ضربط له فرص والطن هادا اللحية ما يكونش خو ضحية اللي قيت عليهم مورة مع ديك الجماعة اللي كتدير الامر بالمعروف والنهي على المنكر في مكناس ايه تهديب بيست وتقدر تضينا لشي حاجة انتقلوا المكناس ونشاول الاحياء الشعبية كيساولوا احياء الشعبية دمكناس برج مشقوق عين الشبيك برج ملاعمة سيدي البابا اعوان السلطة المقدمين والشيوخ الشمشمو الخباع شكون كيخرجوا في سبيل الله واحد الرباعة اراه كينا في عين السلوغم في واحد الجامع المعلومات ديالهم اراه عند السلطة كي قلبوا اسمية كي لقوا واحد عنده نفس اسم العائلة دي القاتلة سعيد الصالحي سيرو جيبو مشاول الجامع اللي كي نعز فيه مع أصحابه كي قلبوا حواجو كي لقوا في واحد كبوت الورقة ديال التران فيها تاريخ ديال الجريمة العشية ديال اللي تقتلت اختوه ممشا ورجع الروتور كي عدوا لغتليه في الصباح اذا هاد دليل قاطع كي نفك بوت خده حية سولوا الفقه فين فين هاد خين فين ساعة اللي مخرج مع الجامعان واحد دوار قريب هنا اهان في البلاسة وكفو اليه حلقوا بابقات الحية مكرتها ولا ملط وباين من الاتار ديالها مدة طويلة هو دير الحية باينة في وجه خضراء وما شافت الشمش سينين هزوا دخلوه الطمبي داروه وسطهم وجايبينو من مكناس وهمك يطيبو فيه حتوصل مع عطارف ناضي اديلة كاملة ضده خصوصا الورق ديال ترامب يعني راه كان في موحيد ديال مصرح الجريمة صحابه في مكناس عتعرفوا انو سافر دا كل نهار خضمنا عندهم فلوس المركوب وشي مصروف وقال لهم حقا الوليدة معدومة بززاف وخاصة نمشي نطلع عليها نغض ليه من اللي دار الفعلة ورجع داهم بكناس تفاجع وقالوا كيفاش تما طولتش بداركم اقال لهم الوليدة راداز هالحال ولات شوية وهاد الازر اللي كان ديروا عينفحها وينفع وينفعتها الواليد اذنية واخيرة الكوميسارية داروا له مواجهة مع يوسف يوسفو تعرف عليهم مباشرة قال لهم درجو خامن في هاش الضو ولكن من اللي تقابل مع البولا ديال الشارع بان بان وجهه شفت وجهه وتحققت منه ولكن كان باللحية دبراه باللحية عينيه داخلهم في راسه اوجهه مع الضم من اللي كانا غادي كيجري وانا كيبلي البروتك ساعيد كان ديال جامع تعرف 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 طريق والشهادة ديال يوسفو غير اكد الدك الاعتراف لابستي ساعيد ما بقالك عا تورينا في اندفنتي الراس داهم الواحد غابة ديال الكاليبتيوس عيتمه والجنب ديال دك التجمع السكاني ديال السكن الاقتصادي حافر ليها ودافنها بميكتها هي والجنوية والساك ديال اللي يدير اخته اللي فيه هالها كارت والمعلومات ديالها ودك الشي ديال الماكياج ديال العيالاس بسايد هلاش قتلت اختك لانك عندك اها وحدة ها وحدة اللي عندك في الدنيا وقتلتها هلاش قتلت ياسي ساعي ها المؤمن ها اللي كديرت الدعوة في سبيل الله ابدع ليهم الفاسقة الزانية مرأة منكم منكرا فليغيره بيده انا قديت مغيره بيده غيرتك يا سيدي اياه والي تتغير المنكر في يدك والي تتختل قولينا بعد تكتف مكناس باش عرف تختك في هاد العيمارة هاد وانت ما عندك حتى تتصار بينك وبينها واحتمك اللي عات خبرك مثلا بلاست هارة براست هاي ما كانتش عارفة في نية بنتنا قلهم واحد اخ في الله الاخ في الله من نفس الجماعة كان كيشوفها كيجي معا بعدك الفرملي وكان كيلمح لي شحال من المرة في التليفون كيقول لي يا ساعيد خاصتك ترجع وكيقول لي اهلك خاصتهم الرعاية واختك حقارة خرجت من الميلة قلهم بقيت كلح عليه حتى اخبرني بالتفاصيل قال لي كل شي قال لي يا راقتك كل ويكاند كيجي مع واحد خينا واحد قال لهم وجت راسي وخضيت من هاد الاخوة في الدعوة فلوس ديال المركوب وركبت فتران وجيت قال لهم غفلت العساس وطلعت بجريال بارتنو دقيت حل الفيرم لي قال ما اسحب له العساس جاب شي سخراه لها دا حيث تقول لي كي تسخر له قال لهم من اللي دخلت ما عطلتوش قايت عليه هاك باعلق هاك باعلق كان اعطيه فيما جات فالاخر اضربتو له عنك ختي بقيت كتجريه بغى تهرب جريت بها الموقات ومن اللي طاحت تكيتها فكرت مزيان قالت الناس عايجيوا اتعرف ختي اتتصور اتشوه وليده تاني لساقة الخبار تموتش فيها قال تارا نحيي دراس ونحيي التلاك كارت ما يعرفوهاش قالوا ليش دبحتها وما خنقتيهاش او ضربتها بالموس بحالها بحال ذاك الفيرملي ما شوش هيقوله قالوا مختي عزيزة عليها بزه وكانت كتتها الله فيها وكتدور معايا وبغايتها تموت بلا ما التعدل يا كسي اقتل حنينة بها ساعد نتعرف قالوا مداب داو الكلب مقدام يداب ساعد التحكم عليه بالإعداء بتهمة القتل العند مع صدق الإصرار والترصب وتشويه الجدتة واخفاء معالم الجريمة صاحبه اللي علمه وحرضه أعطاهه خمس سنين خمس سنين نافذة بتهمة التحريض على القتل والدهنية خرج باراء ودكتا عطيت المخدرات اللي حصل فيه رخ خلص كتار منه في الايام لدوزة فلا تيقال الجريمة كانت باشية وفيها بزاف ديال العبار بزاف ديال العبار اللي ممكن استفدوه ما كينما نقول من غير لا حوله ولا قواته إلا بإله وبسبب بشعة الجريمة ما غاديش نذكر المدينة ما عندكورش المدينة فين كانت الناس اللي تما راهما عرفوها واللي ما عرفوهاش ما كينما باش تفيدهم المدينة من غير أنها تغلب المواجه على الناس أخوتي أخواتي تمنى التعليقات تقولوا لي هنا دقيقة عرفتوا الموجهة طالوا موعدنا إن شاء الله في حلقة جديدة من جريمة أخرى من ملفات البوليس المغربي طالوا موسيقى